شي مهول مرة ومعها الصفقة يتدخل الموضوع مرهض جدا خصوة لما تتكلم عن اللعبين من الخطر الخط وما لكم يلعب في الجناح اليمين مترو مهود الظهر اليوم الى ارقام هذه الى قاعد تعطي فرصة الى السوق السوداء تبيع طقمك من اشهر خمس او عشر رياضيين في العالم انا ما نعبث من المال او اللي كريستيانو موجود فيه اللعب المالي النظيف مترو فتش الانجا سياحة اه بعطن المثل كلوب معروف بالصياحة فيه اساطير وشغلتنا ننبس نمغرر عليهم طبعا اتحاد فارق الاهداف نمشي بتسلسل المباريات تغريدة كارفية عب انت جالس تشوف العرق وجالس تشوف تعبير الشخص مستحيل هم يكون اصحابك الموسم الماضي وفاجأة يقررون انهم يصيرون عاداء على مدار موسم كامل واخر شي تطلع بصفر بطولات ما يهم المشجع انتوش كاعد تسوي هاية الجولة الثانية تونا مخلصين الجولة هلال فيحة عادل صدارة تحادية ومن بعدها الاهلي ومن بعدها الاتفاق الجولة هذه أنا بصراحة في عناوين كثيرة تعتبر رئيسية أندية الوسط فاجأت الجميع كنتكلمنا عن تعاون او فيحة وكلها في ارض أندية الصندوق نتكلم عن هلال ونتكلم عن نصر ولكن قبل ما نتكلم عن الجولة وقبل ما ندخل في تفاصيل الجولة والامور الفنية وش اللي صار وليش المستويات هذه نرجع شوي بالوقت ورا وبعد تصويرنا وبعد نزول حلقتنا مباشرة الأخيرة كان فيه تغريدة لأنمار الحائلي رئيس نادي التحاد كان عليها صخب كبير وانقسامات في السوشال ميديا تحديدا في تويتر كلام كبير أنه بعد صبر الجمهور وبعد انتظارهم هذه التغريدة تصدر من رئيس النادي أنه نحن نحاول والآن الوضع حوكمة وأنظمة جديدة ولا بد أنه من تطبيقها ونحن ما نقدر نشتغل مثل أول فإن استطعنا يعني إن استطعنا كانت بين قوسين أنه نحقق شيء راح نشتغل عليه ونجيبه للفريق في المقابل كان في بعض الرسائل الأكبر مغردين التحديين في تويتر أنه يسعن وراء المال في في تويتر بحكم أنه تويتر الآن أصبح فيه دخل من التغريدات والتفاعل أنا أشوف أنها ما توفق فيها أنمار ما كان فيه صراحة دراسة التغريدة هذه الناس تصدر بهذه الطريقة وأنك يعني تهاجم مدرج ينتظر منك الكثير ويطلبك شيء كبير جدا أنا أتناقش في النقطة هذه وأبغل أسمع منكم ما رأيكم يمكن اليوم الصوت الانتحادي غايب إبراهيم ثاني مرة يتسجل الغياب لكن أوعدكم أنه آخر مرة المرة اللي بعدها حيكون حرمان من المادة أبدأ معكم من هذا شوف تغريدة كارثية ولو فيه وصف يدل على أسوأ من هالوصف ممكن تطبق عليها أول شيء لا توقيت تغريدة لا محتوى تغريدة أنك تقول تجيب لي ترتيب بالجدول تقول شيء جولة لولا ثم فيها اتهام لمغردين المشجع بسيط جدا يطالب ويدعم ويبغى يبغى مطالباتها هذه يبي يستغل الدعم هو واضح للمشجع ويحتياجات الاتحاد في طبيعي أنه يطالب أبسط حقوقها أنه يجالس يطالب فلما تجي أنت تتهمهم بأنه أرباح وما أرباح وتدخل يعني أنا ما بي والله وصل لها المرحلة تدخل مثلا في ذمة أو أو وش تتوقع من المغرد أنت أول ما ينسب له نجاح في حال نجاح الاتحاد هو أنت أكيد لازم ينسب لك الفشل لأن الفشل هو بيجيك عليك الآن لأنك أنت الآن الرئيس فيظل هالدعم الكبير فيظل أن الجماهير قاعدة تطالب لازم تستغلها المشجع الاتحادي لو لله ثم ثم هو الموسم الماضي أنا أعرف المشجع الاتحادي متعطش حضور مباريات والدوريس الماضية خصوصا قبلها خسرها من هلال بطريقة يعني صعبة صعبة تقبلها المشجع لكن فيه مشجعين أو مغردين أو هوامير التحاديين يدعم ينشر رابط التغريدات بعضهم يشتري تذاكر ووزعها مجانا تجي تتهم أنه قاعد يدور أرباح أبسط شيء إنه جالس يقول لك يطالب وأنا شخصيا ضد أي رئيس يصادم المغردين أو جمهور النادي في تويتر يتكون طابع رسمي يتكون لا تتصادم الرتويتر حساب النادي بعد كل انتصار بعد كل خسارة بعد صفقة بس لا يصير أكثر من كذا طبعا هذا لا يبرر إن فيه الإساءة الإساءة من المغردين الإساءة مرفوضة بكل الأحوال لكن ترى هي مطالبات في الأول الأخير تطلع تصادم الجمهور كذا أنت ما وضعت في هالمكان إلا لازم تتحمل الضغط تتحمل المطالبات هل أنت كفو لها بتنجح ما أنت بكفو ترى من أول صدام حاد بصير نفسي اللي صار في التغريدة أبسط حقوقه مشجع إنه طالب يعني لما تشوف إنه حجم التغريدة أو الإساءة اللي كانت مكتوبة وبكل هذه التفاصيل تحس إنه تعبير شخص ما هو في هذا المنصب وهذه هي اللي كانت المشكلة لكن لما تيجي إلى موضوع التشكيك أولا ترى أرباحة اكس أو تويتر ترى ما هي المبالغ الفلكية اللي بتخلي عشرات الآلاف ترى لا هي مبالغ بسيطة وإنك تشكك في المغردين اللي السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها قاعد يدعم وزي ما قال معاذ يعني بعضهم وحنا نعرفهم شخصيا إنه يوزعوا تذاكر من حسابهم الخاص ما هو أوكي أنا عرف إنه ممكن في بعض المغردين مهما سو الناس أكيد كلها ما رح تحبك في بعض المغردين قصدهم مثلا بس إنه يبغوا يسائلك أو إنه يحطموا من عملك وينقصوا منه وهذا بصير من بين كل النديو بين كل أعمال يعني اللي تصير بس بطريقة هذه التغريدة بطريقة هذا الإسلوب والاستنقاص من الجمهور اللي كان دائما داعم فيها شوي تنزيل من نفسك أنت كرئيس إلى نادي بهذا الحجم في هذا الدوري في هذا التوقيت أبداً ما كانت موفقة بهذا الإسلوب التهجم كذا على كأن يعني شاف كم تغريدة لأشخاص قاعدين تتقلوا سابقا لازم أنزل هذا الأسي وكاني أنا أنأعنيهم بدونighirl أسماهم لازم أنزل هذا التغريدة مطولة المطولة اللي هو الأسي للتغريدة مطولة المقالة أو المقالة المقالة أنا أنا ممكن سلوب سلوب أنمار في هالتغريدة ذكرني بأنمار قبل موسمين لما كان يرد على كل مشجع تقريبا في تويتر ولما كان يقول تعالى رأس النادي مكاني تعالى من أجلس مكاني واضح أنه كان اللي قبل موسمين كانت من ضغط فكان يعني فكان يواجه الضغط هذا بأنه تعلمسك مكاني وأنا ما عندي مشكلة أنك تجون تشوفون اللي خلف الكواليس كلنا نعرف أنه في داخل الأندية في ضغط ونعرف أنه تعملون على مدار الساعة والرؤساء الأندية ممكن جيهم بالأيام ما ينامون ولكن المشجع ما يهمها وش قاعد تسوي أنت المشجع يهمها وش قاعد تنتج لي وش نهاية تعبك هذا قاعد تسويه في النادي لما النادي يتعب أو الرئيس النادي وفريقه يتعبون في النادي على مدار موسم كامل وآخر شي تطلع بصفر بطولات ما يهم المشجع أنت وش قاعد تسوي إذا طلعت بصفر بطولات خصوصا وأن الجمهور أو المدرج ينتظر منك كثير فأنا أعتقد فعلا استعجلت يا أنمار وكان فيها ربما أنا ما أدري مفترض أي رئيس نادي يكون فيه جنبه فريق يستشيره يأخذ رأيه يكتب يراجع يقرأ هل من الحكم أني أكتب الكلام هذا في الوقت هذا مع الضغط والشحن هذا حتى وأن كان في كلامك جزء من الحقيقة ما هو وقته ومثل ما ذكرت معاه أنه جدول التلتيب ما هو أنت ما تتكلم عن الجولة قبل الأخير أنت في الجولة الأولى لازلت فربما أنا أتوقع أنه مشحون لا توفق في الوقت ولا في الصياغة ولا في حتى الحجة يعني كانت الحجة ضعيفة جدا وأنا أختلف معاكم نوعا ما جزئيا في نقطة الأرباح لو يربحهم مئات الألوف إذا شغلك صح يكتب ليكتب يعني أنا أنا ما يعني أنا ما شوف أن ما لك علاقك رئيس نادي هذا الشخص وهذا مشجع إذا هو هامور في تويتر إذا هو يربح يربح براحته ما في النهاية أنت اللي أعطيت المجال لهذا ذول المغردين أنهم يتكلمون في أشياء أنت ما قاعد تثبت العكس أو ما أنت قاعد تثبت أنه فعلا في صفقات أو فيه مثل ما هم يطالبون يتحقق لهم بالضبط وفي الأول والخير هذا ناديهم بالضبط وترى يعني إذا نجح الفريق أول ما راح يمدح الفريق هذا ويتكلم عنهم والمغردين نفسهم اللي قاعد تتهمهم أنهم يدورون الأرباح صح فأنت أنا دائما أقول وأعيدها رئيس نادي لا تستخدم تشجد لا تستخدم تويتر يا أنك تجي يتحطف جوال منفصل وتغرد بعد المبارات أو بعد قضية أو بعد شي معين أما أنك تستخدم الجوال نفسه كذا وتشوف أكيد منك ما راح تتحمل الضبط أو سأل لك حساب ثاني ما أحد يعرفه هذا أكيد معروف وموجود أتوقع لا يوجد رئيس نادي لا يوجد نزيف النقاط يعني إذا في شيء واحد يعزل التحديث سواء من جانب الإدارة أو جانب الجمهور أن الفريق الليل حيما ماشي ستة من ستة فأول جولتين بالنسبة لتغريدة أنمار بالنسبة للأسلوب الذي استخدمه عشان يشرح الحال أو يتكلم من منظور إدارة ما أشوف أن أوفق صراحة يعني أنت شايف الموت جايك وشايف كيف توجه الجمهور وكيف رايح أنك تقابلهم بطريقة هذه فكرة الأرباح نفس الجمهور الذي يأخذ أرباح عن طريق انتقادك زي ما قلت أنت هو نفس الجمهور الذي كان يسوي حملات الحضور وكان يحفز على الحضور وكان يحفز على أن الجمهور يجب أن يصبر على الفريق يصبر على المحترف هذا يعطي الثقة للإدارة للمدرب يعني هما الناس الذين يأخذ الصورة للتحديث في مواقع السوشيال ميديا فمستحيل أن يكون أصحابك الموسم الماضي يفاجأ يقررون أنهم يصيرون أعداء فأتمنى أن ما نشوفها صراحة من كل رؤساء الأنبياء يعني جمهورك هو رأس مالك في الأخير هو اللي يخليك استثمار له قيمة كبيرة جدا وكل الشركات الكبيرة تبحث عنها تستحوذ عليك وتشتستثمر عندك فأنت لما تخسر الجمهور هذا باقي لك شعار ولاعبين وعقود وشركة عادية بس تدروني المشكلة أن بعض الرؤساء و بعض حتر المسؤولين في الأندي يتعودوا أن بعض المغردين بسبب أن هم يدعموا بعض المغردين سواء بعض التذاكر أو بعض الأخبار أنه خلاص أنا فوق النقد أنا خدمتك من قبل في تذكرات منصة مو تشكيك والله في أحد أوكي وعادي أن خدمتك في تذكرات منصة أو ضبطتك بخبر أو أنه مثلا في حفل دعيتك إلى حفل تقديم أو شي يفكر أنه خلاص أنا ملكت هذا الشخص أنا ما مفروض يغرض ضدي بأي شي ومحمي من الانتقال ومحمي من الانتقال المغردين هذول السنة الماضية كانوا يمدحوا بعض العمل المميز الآن قاعدين يشوف أنه في فرصة التطوير بشكل أكبر شوف جماهير الأندية الثانية يعني مثلا الهلال سبوعين طالب نيمار ما في أحد بس انتقادات على الإدارة أو كذا أوكي صار فيه احتياج نجيب اللعب مطالبات الجمهور ما أقولك كلها حقيقية أو كلها يعني لها منطقية الجمهور في الغالب يعني طالب بأشياء كثيرة جدا ولكن في النهاية هم ما يشوفوا شيء من وجهة نظرهم وانت تقدر شوف إذا هو مناصب لفريقك أو لا بدون توجه للسوشال ميديا وانتقادهم فيه أنا أنا شوف أنه دائما إذا كان عندك خطة مدروسة وفريق مستشار فعلا قاعد يجهز لك استراتيجية على مدار مواسم يعني استراتيجية خمسية الخمس سنوات الميديا أو نصات تواصل الاجتماعي مرجع لك عشان تشوف رضا الجمهور أو غضب وبالعكس متى ما فتحت لنفسك الباب هذا فأعرف أنك ما رح تشوف نفسك راضي عن هالفريق أبدا لأنه دائما بتشوف المشجع البسيط يطالب بأصعب شيء ممكن لأنك قاعد ترفع سكف الطموح عند المشجع وهذا اللي خليني أدخل على نقطة مهمة جدا اللي هي وصول نيمار وعلان نيمار اللي كسر الدنيا وضرب أرقام قياسية يعني إذا جاءت تتكلم عن أرقام هنا ملك الأرقام معايا فأسمع منك أرقام علان نيمار وبعدها ندخل على تشيرة نيمار والإنباع وكم راح شوف ما أنا بني تتكلم عن الأرقام لها قاعدة تزيد إلى الساعة أرقام من المشاهدات قاعدة تزيد كلها خمسوية مليون لكن لكن خلني أقول لك شيء مهم بدون مبالغة ممكن هذا من أفضل الإعلانات اللي مرت على فترة ندخلات هذه ليه لأن أولا استغلال صفقة مثل هذه بإبراز الطقم الأساسي والاحتياط الفريق تغطيت الصفقة بكل شيء بحساب النادي العربي حساب النادي الإنجليزي بالصور بكل شيء وفيديوهات الشيء الثاني للزي السعودي كان حاضر في التوقيع شفت الإعلان تسمح لي في الإعلان نحن نتكلم وهذه الصورة تغردت تغرد عن متروفيتش رسميا متروفيتش هلالي رسميا طب ممكن ثواني بس عشان الكاميرا بس في صورة إذا ترجع في صورة مع التوقيع أيضا إن شاء الله طالع هذا بالحساب هذه قبل دقيقتين من الآن يعني كذا الوجه معاه تغير كذا الوجه ممكن تقبل التعادل مع الحيحة يعني معلش بنوقف موضوع نيمار هذا موضوع أحدث موضوع أحدث وموضوع بصراحة كان حديث الشارع من قبل نيمار أخيرا وش بسوي هلالله وش بسوي هلالله هو احتياج واضح والله وش بسوي كسر الدنيا في التعامل جاء برقم قياسي إنه ممكن لعب سجل أكثر مما لعب كان 44 هدف كان كان شي شي مهول مرة كسر الدنيا وجالس يكسر الدنيا مع فلهام الموسم ماضي بس وش في في عصبي شوي بس الاحتياج واضح بفك أزمة والله والله ولهي مهاجم ومع ومع هالصفقة قبل شوي تقول نقول إن خسيس خلاص ميشيل باقي ميشيل مستقبل ميشيل لا مالكم ممكن مالكم مثل نيمار يكون دكة ميشيل وسالم خيار دكة ممكن أو ممكن ميشيل يلعب على الجناح ومالكم يلعب في الجناح اليمين متر ومهاجم ونيمار يلعب خلف المهاجم كيف يلعب جناحين جناحين مين جناح يسار نيمار فوقات كثير كان يلعب في مركز العشرة خلف المهاجم صانع اللق بس أنا أنا قوة لا هو صحيح كنام لا لأنها بتخفي كثير من أدوار سفج بالضبط سفج كل ما اقترب من المرمى فرق كبير عن أهميته في الفريق إذا رجع كمل ثلاثة وصف يعني تبقى أنه يكون أساسي يستحق يعني تلعب أربع ثلاث ثلاثة أربع واحد ثلاثة بالمختصر يعني تبيها من الأخير يعني لا أنا أسألك السؤال تبيها من الأخير لا أريد أن أرى سؤالة سوى اللي تبيه سجلها مع كل الاحترام والتقدير لشخصه الكريم لكن كمستوى يبقى لها شوي سوى من جيل صفقة نيمار طيب يفجع نيمار عشان المحاور لا تصل على بعضي بالضبط عشان لازم أشوف الأرقام بعد إعلان صفقة نيمار كل الشكر لسلطان الشيخ المسؤول أو الرئيس التنفيذي عن شركة الهلال استثمارية تخيل أعلن الهلال هنا أطقم نيمار انزلت في الموقع وتخيل أكثر من خمسة عشر ألف أملية بيع خلال سبس ساعات وتخيل ان فيه تحميل التطبيق حق الهلال في أكثر من ثنين وثلاثين دولة جديدة واو وانت شفت المقاطع والانتشار للطقم والزحم على والزحم على المتجر ترى كل هذه شي عظيم ويدرس كل الاحترام والتقدير اللي أندية خصوصا نقول أندية الصندوق اللي اللي عندها لعيب النجوم يعني ترى ياسر لا يغرك ترى ياسر ترى الطقم هذا ما نزل هو جايبها من جايبها عن طريق واسطات الطقم النصر ما نزل شفت المعانا تخيل كم واحد الآن ينتظر طقم النصر ينزل عشان كريسيانو نفس الوقت تدخل أنا طلبت الطقم نيمار على طول وفيه أحد الأصدقاء الإعلاميين في أسبانيا أعطيته شرحت لطريقة وقلت في واحد مني هدية وهذا اللي بيطلبون غيره عشان تعرف أن في طلب على الاسم ما عليش يعني أنا ممكن أحب النادي هذا عشان لعب معين فبديهيا أنك مفروض أنك توفر كميات كبيرة ترى 15 ألف 15 ألف عملية بيع في سبع ساعات أمر أمر مبسيط ليس تي شيرت عملية بيع تي شيرت نيمار عملية بيع تي شيرت نيمار يعني كم تي شيرت وفوق هذا 15 ألف 15 ألف تي شيرت عملية 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 البيع هذه السبع ساعات فيها 14 دولة توصيل خارجي ما أكلمك عن عن طريق سعودية ما أكلمك عن سعودية وأكلمك عن دول الخليل اللي التوصيل فيها سهل فعمل جبار عظيم جدا صفقة نيمار صفقة تكاملية من إعلان من تسويق من عرض لصفقة كاملة من فيديوهات صور كل شيء صراحة عمل جبار جدا ما عندك رقم إلى اليوم كم وصل لا أو إلى أمس ترى الأرقام هذه نذكر طلعوا برقم 24 ساعة طلعوا برقم ما أدري الأرقام هذه إلى الظهر اليوم يوم فككتها وقلت تعالوا صوروا فهمت؟ يا أخي أنا بالعكس ترى يا جماعة الخير لو رحت جماهير الهلال ترى والله أنه سبب رئيسي بعد أمر الله سبحانه وتعالى أنه ما خلا نحت حظر يا جماهير الهلال ترى لو ما جاء لا تنزل حلقة بعد بكرة ها خلاص هيا فاااااااااااااا شف! أنا أنا أتكلم عن أرقام أرقام ارقام بيع أرقام انتشار أعلان أعلان نيمار باللغة البرتغالية في حساب الهلال تجاوز 450 مليون مشاهدة أتكلم عن رقم خرافي أتكلم عن إعلان نادي الهلال لنيمار إعلان خارج الصندوق إعلان إبداعي إعلان أنا أتكلم عن إعلان رياضي سياحي ترويجي تاريخي إنت تتكلم جابلك تاريخ السعودية من المصمك إلى العلا إلى لقطات اللي جت من درعية يعني كان صراحة ينقلك من مكان لمكان فتخيل أن هذا هذا الفيديو أكثر من 450 مليون مشاهدة أنت تتكلم عن تقريباً زي ما يعني قرابة نصف مليار مشاهد شاف السعودية وشاف معالم السعودية الرئيسية وشاف المشاريع قاطعك على نفس النقطة متجر هلال نزل طقم متروفيتش تقدر تطلبه وبكرة في المتجر ساعة 5 شفت متجر هلال بعد إعلان بعد إعلان متروفيتش بخمس دقائق شوف تجيب جماعة الخير المفروض يكون عندي كنت يتكلم بس شكراً شكراً للسؤول الرئيسي عن التطبيق وشوف على طول أعلن هلال خمس دقائق موجود طلب من بكرة الساعة 5 العصر يعني واضح أنه الآن وقعنا أحسب تقريباً 12 ساعة و 5 يعني تقريباً 17 ساعة تقريباً تطلبها الآن بس يقولك تروح المتجر ساعة تحصل تطلب اللاين عادي طيب ليش ما نحول السؤال لنشوف نحول السؤال عندك نشوف الحبايب في الأهل اللي هو النصر عندك المايكي لا النصر كارثي النصر ووضع كارثي على المتجر النصر وقعه معه مع نايكي معلش بس معلومة قبل ما نروح لنايكي إن الجديد بالذكر وشي مهم جداً أنه لأول مرة يجتمع نيمار و بوما في نادي بوما قميصة بوما فهذه تعتبر يعني زي القبضة الحديدية لبوما عظم على العظم يا زعيم لأن نيمار متعاقد مع بوما يعني أي بالضبط اللي هو الراعي الرسمي لليبس نيمار و جزمتها عزكم الله بوما فاجتمع مع الهلال فكانت أقوى يعني ترويجياً تسويقياً ستكون خرافية لأنه لما يكون نيمار لابس بوما ويروح في نادي يلبس نايكي أو ديداس ستكون نوعاً ما يعني للنادي مضرة من ناحية تسويقية أنه ما هيقدرون يعطون يأخذ نيمار فرصة أكبر في التسويق والترويج هذه أكبر مثال لما ريال مدريل وبرشلونا أن الريال كان دايماً مع أديدس وكريستيانو كان نايكي والعكس كان عند ميسي ميسي صح كان فيه معاناة حاجة جانبية سريعة تدري أن هذا الشيء أن موضوع أن نايكي مثلاً وغيرها يتدخل في اختيارات المنتخب الأمريكي ومن يلعب أساسي في كرة السلة لأن نايكي هو الراعي الرسمي للمنتخب الأمريكي فيفضلوا أن الخماس الأساسي عشان لما يتم تقديمهم يبين أن طاقمهم يكون نايكي ولكن الجزمة تكون أيضاً نايكي يتدخلوا حتى في تشكيل الأساسية لهذا الدرجة توصل التفكير في الأمور ولكن على موضوع متجر النصر تروح متجر النصر الرسمي ما تحصله تروح محلات نايك الرسمية هنا ما تحصله تروح أونلاين لمتجر النصر الرسمي كأونلاين ما تحصل الطاقم هذا أتكلمك فقط في نطاق السعودية كم فيديو أنا وأنت وغيرنا شفناه إلى أجانب لأبسين طاقم رونالدو من السنة الماضية والآن مع زيادة الصفقات معاناة أنه قاعد تعطي فرصة إلى السوق السوداء أنه تبيع طاقمك لأن أنا وأنت وغيرنا إذا أو أي مشجع إلى نادي إذا أوكي خلنا نوضع السعر بس لو كان الطاقم موجود بطريقة رسمية وسهلة أممكن بأروح له بس إذا ما هو موجود أبدا بهذا الطريقة أكيد بأروح ل معاناة يعني تأخر طاقم النصر تأخر طاقم الأهلي يضر جدا أنا طبعا طرحنا الموضوع هذا قبل وتكلمنا عنه لكن تخيل أنه قلت أوكي إن شاء الله بعلونه قبل بداية الدوري بيوقعوا مع نجوم بينزل في المواقع لكن إلى ساعة كما نزل تخيل أو تخيلوا أنه في حفل تقديم نيمار هذا الكرنفال الكبير العظيمي اللي صار موجود في الملعب 12 متجر مصغر نادي هلال يبيع أطاقم الهلال وطاقم نيمار 12 في الاستاد هذا أماكنهم شيء موزع موزع لا صراحة 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 الهلال يعني قاعد يقدم دروس استثمارية في كيف تقدر تطلع أكبر قدر ممكن من المال بعيدا عن البطولات وكرة القدم داخل الملعب أنت تقدر تشتغل على جانب الاستثماري والتجاري وتفعله بطريقة ما تعطي مجال فعلا للسوق السوداء انهم انهم يقدرون يستغلون الفرصة على طاري على طاري المتاجر انا ودي ودي معاذي اخي انا مشتهي مشتهي سناكات كذا ما اضبطنا ياسر انت فاضي ما انت مشتهي سناكات فاضي لا اعطوني جوال اطلب اعطوني جوال ننجا نزلك طلب مني ننجل اعطنا بعض السناكات وانا اطلب على موضوع عنه ما طلبه بسناكات ما طلبت سناكات اشتبين الاس كريم زي معاذ احبال طلب عندك يا سر طلب عند معاذ ماذا تبين انت سناكات متصدرين وشاكلون الساعة ما عايش وقت التصوير تأخذ فشار لا فشار السنما لا لا شوف لي شي بارد شوف لي شي بارد قبل ما نعدي بسني امار ما منعدي لاني عندي نقضة عن نمار يلا حتسبني عني على موضوع نفس التفاعل وموضوع السوشيال ميديا وهذا الأمور أكثر مرة أكثر من تفاعل من أجانب وشوفنا أكثر مرة تفاعل من لعبين NBA آخر مرة لما يانس أنتو تكومبو لعب يوناني أحد أفضل لعبين في العالم لعب في NBA لما تكلم عن صفقة نيمار فأكثر من شخص غراده منهم أن مفروض الهلال يستغل هذا الشي يتفاعل مع اللاعب بتصير حلو هذا التفاعل بين الحسابات الرسمية أو بين حساب النادي ومع اللاعب وفعلاً أنا كنت أقول أو ليش ما يرسلوا للطاقم يرسلوا للدعوة اللاعب ما رح يشارف كاس العالم سبب تأهيلة لإصابته السابقة فكاس العالم يستطيع لنا هذه السنة فحلوة تصير أرسلوا له فعلاً صندوق يعني شفنا الصورة أنه طلعت لا لسه ما شناستلمها صندوق فيه طاقم وفيه كارت وفيه كذا حلوة جداً وبرقمة 34 ومكتب عليه أنتو تكومبو اللي هي عائلته حلوة الحركة لو بعد قد يقدم له دعوة وممكن يجي مادر إذا بيقول له لا يحضر مباريات إلى نيمار عنده شعبية وهو من شيء مختلف يعني ما هو من جمهور القدم لا من شعب مختلف وجمهور مختلف بيسلط الضوء أكثر يعني حقي الكورة بتابعوك بس هذولا هذا حك سلة فبتجيب حتى جمهور جديد تكون حركة حلوة حركتهم حلوة في التي شيرت لو اشتلمها وصورها أو لبسها بتكمل جماليتها أيضا لا لفتها حلوة صراحة وكانت متأخرة يعني كان الفروض من أول ما بدأ يانس يتكلم عن الكورة وعن الهلال وعن العروض السعودية نجوم العالم تمنيت والحمد لله الهلال وصل حتى لو كانت متأخرة بس الحمد لله أنها استهدف كذا تمام قرب أكثر بدون ما تمسك المايك عادي أني تقرب أو أن نجرب المايك يعني شف شف أنا كذا أو تنزب المايك كذا حاو تقرب أكثر كذا تمام يلا أيها فاش اسمه ترى لنا كوت دكة استخدمت استخدمت كلا تيجعل فاتفورة استخدمت ما خير دكة طيب تعليق على المان أنا آسف مضيئات أنا والله وإن كان تقول أن موضوع يانس وشلو نستغلوله وأنه متأخرة بس بشكل عام تقديم نيمار كان جميل إعلان الصفقة كان جميل صراحة الموسيقى اللي تقدم فيها نيمار كانت جميلة المشاهد كلها الجملة اللي ختم فيها رائع جدا صراحة وأعتقد كان متوقع أنها تلقى التفاعل هذا يعني مركز عيام في هلال أو أعتقد أنه في هلال لم يسمينا مركز عيام أعتقد أنه مركز التواصل أو شيء زي كذا ناسي أنا وش اسمه بالضبط بس ما قصره وأبدعه كثير مركز الاتصالة توقع أي لا اسم عموما أبدعه نيمار لما تتكلم عن نيمار تتكلم عن واحد من أشهر خمسة أو عشر رياضيين في العالم فطبيع جدا أنه يلقى التفاعل هذا الهلال وفق صراحة يعني في تقديم الصفقة ووصولها شباب نظراتكم ترد شتت ليش عادي عيد سولب راحتك عادي وإنه مشكلة حسسني أنك معاي في التواصل المؤسسي حنا في التواصل قاعدين نتكلم طيب يلا أنا مسرع في تي شيرت ياسر جميل جميل فأه يعني والله أغسل بالله شتت طيب قول قول ايش وين وصلنا الاعلان عجبك ومميز كان ولا غلطة أنا اللي اللي فتنتباهي في الاعلان جماع خلنا نأخذ كذا خطوة وراء ونتذكر بس قبل أربع خمس سنوات ترى الأسماء اللي قاعدين نشوفها اليوم كنا نشوفهم في فيفا في ألتمت تيم لما يجيك بطاقة نيمار الألتمت الأعلى شي تحس انك يا الله تخيلنا بفريقي فاليوم نيمار موب بطاقة في السماء تشوفها لا اليوم نيمار في أرض الملعب موجودة فكرة الإعلان كانت خرافية دورينا اللي كنا نحلم فيها أول نشوفهم أو نتمنى أنهم يجون زيارة يعني أذكر قبل خمس ست سنوات لما جاء الأرجنتين البرازيل لعبوا في الجوهرة كان بالنسبة لنا شي خرافي أن نشوف ميسي ونيمار يتواجههم في الجوهرة وعندنا بعدين بعدها توالت بطولات السوبر الأسباني والسوبر الإيطالي بدين نحس أن هذا الشي تعودنا عليه وصار شي جميل ولفته حلوة أن نشوف أساطير الكرة اللي نتابعهم ونحبهم يجون لعبون عندنا اليوم بفضل الله ثم بفضل الأمير محمد سلمان ورؤية المملكة وتحول الوطني اللي قاعدين يسويه وخصوصا في القطاع الرياضي صندوق الاستثمارات العمل اللي قاعد يقوم فيه عمل خرافي عمل جبار قاعد يلجم ويسكت كل من يرفع أصباعة أو يأشر على المملكة بأنها قاعدة تعبث بالمال لا أحنا ما نعبث بالمال أحنا لسنا أمريكا ولسنا الصين ولسنا روسيا أحنا أكبر من أن نكون قاعدين نتعامل بهذا المشروع على أنه مشروع هواه لا أحنا عندنا استراتيجية وعندنا خطة وعندنا رؤية وبإذن الله قالها كريستيانو وقلناها قبل أنه راح نكون بإذن الله من أفضل خمس دوريات في العالم ما هو من فراغ ولا هو كلام لما سمعناها في البداية كنا نقول يا رب اليوم نحن قاعدين نشوف أول اللبنات وأول الخطوات التي توصلنا لهذا المكان ولهذا الموقع اللي بيخلينا إن شاء الله من أفضل خمس دوريات في العالم تكلموا كثير وثرثروا كثير وآخرهم يورغن كلاب مهما تكلم ومهما نطقوا ومهما بالغوا في كلامهم عن السعودية وأن مالهم لا ينتهي اللي كان يصير في العقود الأخيرة في الدوري الإنجليزي من صرف للمال بشكل غير طبيعي كان الكل يصفق لهم وكان الكل يقول برافو الدوري الإنجليزي قاعدين ترفعون من قيمة هذا الدوري وهذه الأندية اليوم احنا من حقنا كدوري سعودي نرفع من قيمة هذا الدوري ونرفع من قيمة لاعبين الموجودين في المنتخب حتى يقدرون يخلطون أفضل ويلعبون مع أفضل وصفوة اللعيبة على مستوى العالم لذلك هو حق مشروع لكل دوري لكل دولة أنها تصرف المال بطريقة شرعية وبأسلوب اللعب المالي النظيف احنا ما تجاوزنا اللعب المالي النظيف وقاعدين نتعاقد بما ينص عليها القانون والتشريعات الموجودة من الفيفا لذلك تكلم قبل جيمي كاريقار تكلم قاري نيفل تكلموا كثير وآخر هوم كلوب وسيتكلمون كثير ترى الحاقدين علينا كثير ولكن سنظل ثابتين بإذن الله زي ما كنا قبل وإحنا الآن ثابتين وبإذن الله في المستقبل الكل راح يأشهر علينا أنه هذا الدوري اللي كنا ننتقد زمان شوفوا مكانه الآن كلام ممكن نقول أنه دائم نسمع لكن فعلا اليوم لما شفت إعلان نيمار جماعة ترى ترى ممكن البعض مو مستوعب ترى قبل أربع سنوات احنا لو أقول لكم كريستيانو بيكونوا عندنا في الرياض وبنزيمة بيلعب في الطايف و ما تستوعب كانتي بنزيمة فبنه فرمينيو أسماء خرافية منتظر كل مبارا لهاك اليوم سبت اليوم هي في دورينا الحمد لله ويا رب في غضونها الثلاثة أربع سنوات القادمة نوصل إلى أفضل خمس دوريات في العالم و تشكيلتنا في الفيفا تكون ممتازة الكيمستري حق خلاص أنا 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 تمتيم حقي لا رح يكون أي بالضبط الدوري السعودي بالضبط لم أدربت ساحبة رونالدو ولكن أكيد أنك ودك تجرب قهوتها مذهلة مضبطينك الثلاثة من أجود نواع المحاصيل أطلب الأهل هذا التعقيب على موضوع نيمار و وإعلانة اللي بصراحة مهما تكلمنا ما رح نوفي حقه متروفيتش الآن جاء اللي ما يقل قيمة عن الأساطير اللي جاء قبله والأسماء القوية اللي جاءت قبله أنباء عن صلاح واقترابة من اتحاد كلام عن ماركينيوس جاء بيس جي على الاتحاد يعني لا تستبعد أي اسم الآن مجرد ما أنك تقول حتى ترى الأندي متوسط الآن فما دون لما تتفاوض مع أي لاعب ويتكلمون معهم أنه إحنا الدوري اللي فيه كريستيانو فيه بنزيمو فيه فابنه أنا ما أتوقع أنه بيرفع السعر بقدر ما أنه بيطمح أنه يبني نفسه اسم في هذا الدوري لأنه فيه أساطير فوجود الأساطير بيسهل على الأندي الحتى المتوسطة أنها تتفاوض مع لاعبين في دوريات صغيرة أو متوسطة زي الدوري نتكلم الدوريات اللي هي في في أمريكا اللاتينية نتكلم عن دوري برتغالي نتكلم عن دوريات ثانية لما تتفاوض معهم تقدر تجيبهم بأسعار مناسبة في نفس الوقت ما ترهق الميزانية وتقدر تبني فريق كبير يا أخي ترانا معك يا جماعة والله لماذا قاعد تقول كمرو صاحب علينا كلام في القلب طول ورحة طب حبيت أقول الكلام ذا لأنه أفرر ما في جعباتي لأنه أسبوع كامل أسبوع كامل طب عندي كلمة خلاص سيلا روح أوكي بس في كلمة بغيرها فاهم الفكرة أحقيت براحة فاهم الفكرة شوف لا كلوب شوف في مثل يقول لو كل هذا تكلى القمته حجرا لش اسمه فكلوب معروف بالصياحة دائما صح أوكي والله أوكي كلوب معروف بالصياحة يعني حتى أمور مالية أو غيرها شوف مثلا خسارته مع ريال مدريد في نهاية الأبطال كيف دائما يتحجج بموضوع إصابات موضوع ملعب والريال هزمة ويذكر معاه الريال هزمة في كل الملاعب الممكنة يعني في الرديق في كل الأدوار في كل الأدوار في المقابل مثلا لما تشوف احنا ما وشغلتنا نبس نبغرد عليهم بس في منهم يعني أنشالوتي صرح وقوارديولا صرحوا عن في نفس هذا الأسبوع عن المشروع وبالضبط أن يعني ضمن القوانين ضمن الفيفا ضمن التشريعات حقهم يعني يقول لك حقهم أنت قاعد تسرب كلوب سنوات وهو يجي سواء كلوب أو غير في دور الإنجليزي سنوات وهو يجيب الصفقات الضخمة الثمانين والمئة والمئة والعشرين مليون اللي قرر يجيبها واللي سحبت عليه أيضا بما أن الكل قاعد يسحب على الليفربون الصفقات الضخمة فأيضا بعضهم سحبوا عليه مديري شخصا أنا أنا لا أطلع لك بس إيفا ما يصير أن إحنا ما نبغى بس نتفرغ أن نرد على هذه الأشكال ولكن أنا فاهم قصلك أنا ما أرد أنا أنا قاعد أوضح أن هذا الشيء بيصير كثير بتسمعونه كثير يس فهذا يدل على نجاحنا ترى أيوه نحن الشجرة المثمرة في هذا الوقت الحالي نحن الشجرة المثمرة اللي قاعدين حاولون أنهم قدروا مستطاع أنهم يسقطون على طريقتنا في التفاوض وطريقتنا في المفاوضات والتعاقدات مع اللعيبة ما بأطول في المحور هذا ندخل على الجولة الثانية انتقار صلاح لا الجولة الثانية أنا أشوف أنها جولة صراحة لفتت الأنظار وكان فيها أنا بالنوجة نظري ملازم تكلم عن الجولة الثانية شرائك ياسر هل تتفق مع جعفر؟ جعفر لا يريد أن يتكلم عن الأولى ولا ثانية والله يستمع الجاية يمكن أن لا تسالف عن الجورينا يمكن أن يكون موجود يمكن أن لا تسالف عننا طبعا نهاض لك جعفر شرائك نبدأ من متصدر نبدأ من متصدر الأهلي والاتحاد طبعا الاتحاد بفارق الأهداف ولكن الأهلي بما أننا أول واحد لعب في الجولة الثانية نمشي بتسلط المباريات؟ أو نأخذها؟ معادي نروح فيها زي ما تبغون صراحة مباريات الدمام في شهرين ثمانية وتسعة صعب تحكم فيها علي فريق سواء الفريق الفائز أو الفريق الخسران يعني يكونوا يلعبون في حال الطقس وفي جو لا تقيم الفريق كثير فنيا لا تقيم اللاعبين على كونهم أفراد أو تقيموا كمجموعة أو تقيم عمل فني مبارة لهلي والخليج مع نزول اللاعبين أصلا للملعب أنت جالس تشوف العرق وجالس تشوف يعني مو قدي تنفذون حتى لو لما تجي اللقطات على المدرج يعني موضوع اللعب في الشرقية في الشهرين هذه صعبة مرة نفس الشي لما خسر النصر الجو الأولى من الاتفاق ما كتحب صراحة أقصب الحكم على كاسترو أو النصر وعطيت الميزة هذه الاتفاق سعيد جداً في الفترة هذه وفي الوقت هذا من السنة ضد الخليج سعيد جداً في ثلاث نقاط ما حبيت أدخل صراحة بشكل الفريق فنيين أو مستويات اللاعبين ثلاث نقاط أرجع جداً ألعب في مناطق يعني يعني معلوق المرة كان يتكلم أعتقد أنه درجة الحرارة عفواً الرطوبة أربعة وخمسين وخمسة وخمسين درجة قريباً في ملعب الدمان عادي مين يا عم أنت لو ألعبك مكيفات شو التعاون جاء وعطاك اثنين في الألعاب تقول لي عادي لا ما هو عادي صراحة الموضوع مرهق جداً خصوصاً لما تتكلم عن اللاعبين يعني نحن عندنا ثلاثة أو ربع لعبين مجاي من 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 إنقلترا إنقلترا اللي طول السنة الغيمة ما شاء الله تبارك الله مغاطم وقد عندهم شمس عندهم شمس بس شمسهم يعني ما في رطوبة ديزير بي قبل أمس قاعد يقول أنا ممكن بس أكمل سنة في إنقلترا أشتقت للشمس فكيف تقول لي عندهم شمس مو قادر يكمل في إنقلترا لا ما فيه ما فيه ما فيه فصعب يعني صعب التأقلم خصوصاً أن الفريق توا راجع جداً من أسبوعين ومعسكرة كان في النمسا فأخذنا ثلاثة نقاط وهذه اللي أنا أكتب فيها صراحة فيه مؤشرات إيجابية من كثير اللاعبين بس آآ يا أخي أنا يا شباب حركتكم اكترنتوا ما تشوفون اليوم الكاميرا أنا أقولك شيء والله استمتعت بالأهلي الصدق الأهلي دائما ممتع حتى في أسوأ أيام الأهلي ممتع نروح للإمبارال أنا شوفها الأجمل فنياً وتكتيكياً واللي بصراحة لهم حق يأخذون جزء كبير من الكلام عن الجولة الثانية التعاون والنصر أو النصر والتعاون ما أنها كانت في أرض النصر هذا الفريق الممتع سكر القصيم اللي بصراحة أدار مباراة شاموسكا واللي راهن عليه إبراهيم في الحلقة الأولى الوحيد منه اللي راهن عليه شاموسكا كان إبراهيم يعني بصراحة لعب بطريقة استغل فيها خلنا نقول لك ممكن كاسترو معرف يوظف لاعبين النصر في بداية المباراة ففي المقابل أقدر أقول أنه شاموسكا يعني شفت المباراة وشفت اليوم هايلايت أو ملخص المباراة يا أخي اللعب المباشر اللي قاعد يسويه عن طريق مدران عن طريق فلافيو على ماتيوس وعلى فقيهي يعني شف أنا لما عدد لك الأسماء اللي شفتها أمس وشدتني بطر أعدد لك الفريق كامل ولكن مدران في وسط الملعب قاعد يسوي شيء خرافي توزيع الكرات من جهة لجهة من الخط للخط ترى ما تسويها للفريق اللي قدامك معناه مو بواقف صح مثل ما تنتقل من جهة لجهة بهذا الطريقة لما ترمي أكثر من ثلاث أربع مرات رسالية على الجناح من وراء ثلاث الوسط ترى ما هي سهلة ومع كل مرة يوصل فيها للباب ماتيوس اللاعب هذا شف أنا أقول لك شيء آخر خمس ست سنوات تقريبا تعاون قاعد ينقي لعيبة الأجانب يعني عارف بعناية عارف أحس أن يراقب اللاعب مو سمين مو بأن يلا مننا في الصيف خلنا نشوف من اللي في ملفات اللي موجودة يعني ما أذكر متى آخر مرة والتعاون جاب فريق جاب لاعب ومش شاف الشتوية ما أذكر يعني أقل شيء يقعد معا موسمين ستتكلم عن معاذ فقيه المعار من الهلال للتعاون صراحة لاعب لها مستقبل ما شاء الله تبارك الله كادش وقلب الدفاع اللي معا وليد الأحمد وليد الأحمد جامل فيصلي أي جامل فيصلي وقبلها في الهلال الحارس قدم مباراة خرافية يعني صراحة شوف الفريق بشكل عام تعاون قدم مباراة مثالية فعلا شاموسكا كسب المباراة بالطريقة المثلة من أمام النصر وفي ملعب النصر وأول مباراة لك في الدوري في ملعبك بحضور ثلاثة وعشرين ألف متفرش ترى ترى مرهقة للتعاون نفسيا لما تدخل مباراة كده ترى تقيلة ترى ما بسهلة أنا تكلمت عن التعاون لأنني استمتعت في التعاون ليش خسر النصر والله يعني شوف عذر الإرهاق خلص الرطوبة حقت الشرقية خلصت وليد عبد الله نقدر نروح كعذر يعني أو نقدر نقول هي مجموعة أشياء النصر ما زال ناقص يعني مع كل التلعيمات اللي صارت ما زال الفريق ناقص إحنا نطلع لنا جامب العمري ووليد عبد الله هم الأساسيين عندك في المباراة في دوري أنت عندك مشكلة أنت عندك مشكلة أن حارسك الأساسي مصاد غير جاهز الحارس الثاني غير جاهز لما نجي لقلوب الدفاع من قبل بطول العربية وتذكرون إحنا نطالب بقلب دفاع أجنبي أقلا واحد إذا قلنا أن سواء العمري أو لا جامي أو مادو عندهم مجال أن يكونوا بطريقة أفضل بس ما راح يكونوا مع بعض لازم بيكون في قائد في الدفاع عشان يغطي عليهم أو يقول الدفاع تذبذب مستوى ماني إلى الآن لم أرى ماني أو بالمستوى لأنه جاء متأخر أنك قاعدة تسيطر السيطرة السلبية كان في المباراة تذبذب مستوى مين؟ ساديو ماني ساديو ماني يمت الذبذب؟ أي ما إلى الآن يعني الأمس ما كان بمستويات جيدة يا رجل أنا أنا أرى ماني أمس من أفضل اللاعبين الفرديين اللي أمس قاعد يحاول أن يخلق شيء من لا شيء لأن الفريق ما نخلق شيء مشتت ما نخلق شيء ما خلق ولا شيء أمس فريق طب ليش خسر النصر؟ خليني من الأعذار اللي نسردها كريستة جعفر نبغى نعرف ليش خسر النصر أمس بالذات بعيدا عن شوف وليد عبد الله أنا أشوف أنه ما يحمل من اللقطة الأولى هو وأنت عارب من هالوقت ما يحمل وليد عبد الله لقطة الأولى وليد عبد الله ما مفروض يلعب نقطة سبب خسارة النصر أمس وليد عبد الله؟ لا يعني ما هو لكن هناك أخطاء فردية حتى لو ترى الهدف الثاني العمر قاعد يتمشى صحيح أنه آخر دقائق وكذا بس أنه حتى العمر قاعد يتمشى في عودته في الدفاع تلقى الهدف ما راح نفوز حتى لو ما ستجل الهدف الثاني بس أنا أقول لك بعض اللاعبين كيف يكونوا ولكن الفكرة أنه صحيح أن المدرب يعني لسه الأفكار كلها ما بنيت لسه الأجانب كلها ما خلصت الآن كصفقات الكلام حول أنه في مدافع جاي الآن الكلام حتى أنه ممكن المدرب ما يبغى تلسكا يمكن يجيب جناح ثاني إلى الآن المدرب ممكن ما حط أو ما جاب اللاعبين لهو فعلا يبغاهم لأنه هو الآن يقول لي كغير مقتنع مثلا بتلسكا وكذا ولكن لما تكلم أنه ما في صناعة الفرص الحقيقية أمس أنه أنت في أنت ضيعت بعض الكرات بس كم كرة خطيرة فعلا إلى النص الكام ممكن يسجل منها أمس خمس أربع أربع إلى خمس كرات أمس يعني إلا ممكن يسجل منهم بس أنت تكلم أنه كان مسيطر النصر بشكل يعني بشكل أكبر من حيث أنه مفروض يسناح حتى فرص أكثر ويستغل أنت الآن هذا نقطة النقطة الثانية أن النصر الآن هذول الأساسيين ما كانوا في يومهم أو ما قدروا يجدوا حلول أنت ضعت ما عندك أي حل ممكن يدخل من الاحتياط الدرزة أن المدرب موس حتى ما خلص تبديلاته ليش طيب ليش ما خلص تبديلاته لأن ما عندك لاعبين على البنش ما عندك أحد ممكن أنت تشوف تشكيلة كاسترو صح اللي بدأ فيها المباراة مين عندك أفضل تلعب يعني هذول الموجودين يعني غير أنه ما ولي يعني لو عندك مدافعين بقلت لا مو مدافع أنا أتكلم بشكل عام تشكيلة كاسترو صح أن يدخل فيها اللي أمس صحيح أن نشوف أنه صح يدخل بثلاث محاور في الوسط يعني فوفانا وكاسترو وخيبري صح أنهم يدخلون لعبنا بها من قبل وكانت كويسة وما تغير طيب جعفر وما تغير وما تغير تبلدت مشاعرنا من بعد البطولة خلاص شبعنا لا من جد أتكلم لا لا جعفر جعفر لا لا إذا أنت في النصر تقول أنا ما عندي لعبين محليين ينزلون من البنش باقي لاندي وما تقول أنا عارف بس أن عندك مستواهم من منهم بينزل بيقلب النتيجة من واحد صفر من اللاعبين اللي عندك على البنش ما عندك يعني إذا عندك إذا رونالدو ما كان في يوم من ناحية تهديفية مين من اللاعبين اللي يبي يدخل بتقول أوه يمكن يسجلي هدف ممكن يسجلي هدف أنت بتعيش على رحمة أنه فردية من ماني أو تسديدة خارج القوس من تاليسكا حاليا هذا اللي عندك أو أو اختراق أو لا عرضيات لا شيء ما في الحلول اللي ممكن تضيف لك أنت عارف أن لاعبينك الأساسين مستحيل أن كل يوم أو كل مباراة بيكونوا في التوب أو أن المهاجم بيكون في التوب أو أن جناح بيكون في التوب فلازم يكون عندك البدلاء اللي ما أقول لك بيكونوا زي مستوى ما بتجيب محترف ب120 ألف أو ب120 مليون وبتلعب احتياط وبتجلس احتياط واقع بس أنا أتكلم لك أن ما عندك هذه العناصر الآن أنت الآن دخلت بدفاع مهزوز بداية المباراة أوكي كويس الوضع بس أنه لما دخل عليك الهدف ما في حتى الشيء اللي قاعد تشوف أنه قاعد بتقلب النتيجة أوكي في بعض المحاولات بس ما هي السيطرة المطلقة لأن تقول أنه الآن بيقلب النتيجة والآن بيدخل هذا البديل اللي ممكن يضيف هذا الإضافة القوية حتى الآن ما في هذا الشيء في النصر ما رأيك في تلسكا تلسكا أنا بالنسبة لي يمشي إذا في بديل أفضل منه تلسكا يقدر يضيف في الدوري بس إذا في بديل أفضل منه يمشي لأن لأن مزاجي طيب أنا بقول لك شيء مو مزاجي تلسكا لا أنا شوف أنه كاسترو ما عارف يوضف تلسكا أمس كويس أوكي ممكن كاسترو أمس المفترض حتى شوفه بدل مباراة خطأ أنا بتكلم بتكلم وكأني نصراوي لأنني أمس قاعد أسمع أصوات نصراوية كثير تتكلم عن نقطتين كاسترو يمشي وتلسكا يمشي كاسترو أيه كاسترو هذا النصراوية ما يعجبك العجب خلنا خلنا أوصل لك النقطة خليني من نقطة كاسترو نتكلم عن تلسكا أمس لما بدأ كاسترو بدأ بتشكيل خطأ أنه يلعب خيبري خاطر محاول بروزوفيتش فوفانا هو يبي فوفانا بمثلك إياها كمثال في الهلال هلال وش قاعد يسوي قاعد يلعب كنو ستة قدامه روبين نيفيز وسوفيتش سوفيتش هو اللي يخترق صح من اللي مفترض يخترق في النصر فوفانا فوفانا مو بقعد يخترق بالطريقة اللي قاعد يخترق فيها سوفيتش صح فوفانا مو بها الداف زي سوفيتش فوفانا ما يشوت زي سوفيتش ما يرتقي زي سوفيتش ما ينزل كور داخل منطقة الجزاء زي سوفيتش فالمقابل لما جاي عدلها كاسترو عماها وش سوى بدأ ما يطلع فوفانا رح طلع الخيبري انت مفروض لو طلعت فوفانا لو طلعت فوفانا وخليت الخيبري ستة وقدامه بروزوفيتش أنت بكذا قدرت تلعب غريب ماني قدامهم وكريستيانو وخليت المساحة اللي وراهم هذي كلها تلسكا بس حقيقة التبديل لأنه بدل بداية البارة أنه مو في إصابة مو إصابة لا لا مو إصابة هو استوعب أنه بالغ في الدفاع استوعب أنه قاعد يسوي خط وسط مقفل على التعاون بس التعاون بكل بساطة كان يريد ميكورات طولية من وراء العمري ومن وراء لجامي إلين أصيب لجامي وطلع ودخل الفتيل فأنا أشوف أن تلسكا لاعب سوبرستار لاعب لو لعب في أي نادي من الأندية يعني خلينا من هلال هلال مستثنى أنا أتكلم أي نادي من الأندية الباقية في الدوري بشكل عام اتحاد أهلي ممكن يلعب تلسكا ولا ما لمكان لا لمحرز وغيره أنا أشوف تلسكا لو طلع من النصر فهي أكبر غلطة ممكن يسويها النصر في هذه الفترة لماذا لا نقول أن كاسترو ناهي يعني يقدر يوظف تلسكا يقدر يوظف تلسكا وماني وكريستيانو مع بعض أنها صعبة يعني ترى كريستيانو وتلسكا وماني نسبة أنه يرجع يدافع ويغطي يعني شبه معدومة إلى قليلة يعني ترى من الجسم مع الثلاثي أكثر واحد كان يرجع ماني في لقطة كذا كانت أمس بسيطة مدري في أحد لاحظ أو شيء إن سلطان الغنم كان يقوم مع تلسكا يرجع غط يرجع خلني أعطيك باص وصارت قبل كاسترو هل إنه قاعد يؤدي الأدوار أو إن كاسترو أخطب إنه لعبه جناح من الأساس إنه يرجع يضم مع الظهير هذه المشكلة الشيء المميز أمس في التعاون إنه فاز باستبسال دفاعي عظيم والفريق واقف صح ثنائية مهديوي ومدران كانت فاتنة جدا في الملعب كانت جميلة ممتعة جدا جدا بالمختصر أقدر أقول لك ترى النصر أمس استحوذ واستدد ممكن 25-26 ستة على المرمى التعاون فاز باللي تكسبوه غلبو بللي تلعبو اللي تكسبو العبو اللي تكسبو العبو مع أنه شوف إنه وقف صح إي وقف صح وستخرج عرف حتى يستحوج في ميزة مرة وكبيرة مرة في التعاون يعرف متى هيد الرتم توصل عند مدراني هديلك الرتم صح كل لاعب يأخذ وقته وخانته وتمركزه صح ثم ينعب سر أمس كان عند مدران صح ومهديوي وأغلب الكرات الثانية ترى كانت للتعاون يعني لما أي عرضية من النصر ما في أحد يكمل على خطة 18 كانت دايما للتعاون قال التعاون وارتداد على مرمى النصر سريع وش اسمه دايما للثاني المهاجم توانبا دايما يعني لما يأخذ الجناح توانبا أعرف أنه هنا في تركيز الكورة هنا في هداوة هنا في تحضين إذا فيك خير تعال خذها كذا من الآخر إذا إذا يمسك الكورة عرف عرف شو أن يقفر على بس رائل على قبل نروح لياسا على الموضوع تاليسكا هذه أوكي الآن إحنا ما أحد يختلف على قيمة تاليسكا الفنية إحنا متفقين عليها ولا أقولك أنه يطلعوا بس يعني لا الفكرة أنه زي ما أقال مع هذا أنه الآن في توظيف خطأ أو يا أن المدرب ما هو عار في وظفه أو أن المدرب ما هو عاجبنا اللاعب يعني هذا المركز الوحيد لا يقدر يحط فيه هذا اللاعب وهو ما يقدر يؤدي فواحد يمشي مستحيل يمشي المدرب تونة بادين في فرصة أنك تغير اللاعب أنك تجيب لعب أفضل تجيب ما فيه لا يصير فيه تفاهم مع المدرب أنه أوكي كيف يتم توظيف هذا اللاعب صرح المدرب أمس أي أما غير أنه إذا بيضل على نفس الوضع أوكي يلعب في هذا المركز ولا يرجع يدافع ولا يصير أي في تغير لا أنت بتضيع لا بصرح المدرب جع فرمس في المؤتمر قال أنه أنا لازلت أحتاج إلى مدافع ولعب وسط صح طيب اتياجات ما إحنا مقتلفين عليها ولكن أنا لأنه طالع الكلام أوه الآن مدرب مقتنع ما هو مقتنع في تاليسكا تاليسكا ما يمشي إلا إذا في أحد يحسن منه إذا في صفقة بتيجي يحسن منه أوكي مو له مجرد التغيير أنا ما أنا مع هذا النهج أنا مقتنع قناعة تام منه مدرب إذا ما هو مقتنع في لاعب وعندنا يعني طيب يعني ما حتى إحنا نشوفنا اللاعب ممتاز ليش المدرب قاعد يعني يعاند بس خلاص قناعات لا عشان كذا أنا ما أعتقد أنه كاسترو هذا هذا صوت الشارع النصراوي اللي يقول أن تاليسكا يمشي بس أنا أتكوف أن كاسترو اللي قاعد يسويه في أرض الملعب تاليسكا هم سلاع مباراة كاملة شلون تبيه ما عندك أحد شلون ما عندك أحد ما عندك أحد شوف البنش حقك مين موجود مين البنش حقك مين البنش حقك نواف العقائية نواف بوشل خال الغنام الحسن محمد القاسم ومشاري النمر وفا العربية من اللي طلع منهم مصابي ودخل الصليه وفتيل وغريب وين تاليس وين كونن وين كونن أساسي تاليس ما هو موجود ايو وين تاليس يعني في عندك خيارات في الدك تبجيل تاليس و كونن هذا اللي زحقنا بالمدرب ما عند الله عقل 86 يعني أنت لو جاك لو جاك أتوقع الباب يدك لو جاك قلب دفاع أجنبي ترى أنت أنت يوجات أساس بك كبيرة أن يكون في مدافع بس شوف أنا أمس أحيي أحيي في نهاية المباراة ساد يوماني على المحاولات التي قاعد يسويها أنا أتفق معك في المحاولات لأن شوف ترى الفريق في آخر المباراة ترى شوف معه احترامي وكام تقديلي وشوف لما يبدع نقول يبدع كريستيانو لما يعدي نقول خرافي لكن أمس وأغلب مباريات الدوري كريستيانو نص مباراة فسايد نص مباراة تسلل كريستيانو كريستيانو لا لا كريستيانو شوف لازم يبي الكورة توصل إلى رجلة أو إلى راسة وهو مرتقي فهذه المشكلة اللي تخلي اللعيبة يتعبون عشان يقدرون أن يسجلون للنصر خلنا نتجاوز أسم الكريستيانو معليش أدري الكلام ذا بيزعل كمعاد بس أشوف أنك كعنصر داخل الصندوق يعني قاعد يتعب النصر في الوصول للباب بشكل أسرع كم حالة تفساد على كريستيانو أمس في المقابل النقطة اللي بذكرها ماني لما خلص تنبرة هو اللاعب الوحيد اللي أخذ لفة على الملعب وسلم على الجمهور واعتذر منهم هذه الثقافة اللي لازم تصير عند لاعبين هذا مفرد تجي من فوق لا لا هي ثقافة هي ثقافة اللاعبين أنا أقول لكم هي ثقافة اللاعبين مثلها مثل ثقافة جيررد لما دخل على عرفة ملابس لا لما دخل على عرفة ملابس اللاعبين وشافهم اعتفلين فقال لهم تو جيمز يعني وش فيكم وش خلال با يعني ما هنا متعودين في إنجلترا أو في الدولي الأوروبي لأنه يعني فيه احتفالية تكون بعد مبارتين أو بعد فوس ولكن هي ثقافة أتوقع مع الوقت بيبدأ اليوم ماني راح سلم على الجمهور الوحدة بكرة بيجي معه ثلاثة أربع لاعبين طبعا لما قلت عن ماني لما قلت عن ماني إنه أو مستويات أنا أعرف إنه ماني عنده أكيد أفضل من كذا بكثير تذبدو من مستوى هذا قصد إنه ماني هو من الأكثر اللي حاوله أمس بس هذا مو مستوى ماني كم تقييم ماني؟ ماني أمس 6.9 يعني سبعة أي سبعة يعني من أفضل اللاعبين طيب شو تذبدو مستوى؟ لا تذبدو ماني إنه ما هو هذا مو مستوى ماني؟ طبعا حطني أعطني فريق معي قاعد يتحرك أنا قاعد يتحرك بحدي ماني أحيانا شوف الحلول الفردية كيف يكلك أزمات فيها لا أختلف معاك كثير والله شوف إنه ماني قاعد يعد لا ماني قاعد يؤدي كل شيء أمس كل شيء قاعد يسوي إذا أمس شوفت ماني عند أفضل من كذا ماني أمس ما خلى ولا شيء يروح يدافع ويرجع ويستلم وانتو ويخترق ويعرض ويروح معه غريب ويلعب يعني سوى كل شيء يقدر يسويه أمس ماني في المباراة اللي خذله كم عرضية عرضوها أمس من يمين اليسار وما في أحد متمركز في خط الستة يخلص المباراة لا أمس ماني فما هو غلط ماني ولا هو غلط اللاعبين اللي عرضوه بقدر ما أنه يمكن سوء حظ سوء توفيق أتوقع أكثر من ستة وسبع تسديدات على المرمى ستة على المرمى أي ستة على المرمى من هذا فوق ثلاثين تسديدين طيب خلاص أنا أشوف أنه سوء حظ كبير جدا يعني لا مو كل مرة من نرمي الأمور على سوء الحظ آه والله أنا حاولت أن أعطيك وجهة نظري بطريقة أنه أنا أشوف النصر أمس ما قصر في الشوت الثاني ما قدر أن يرجع هذا شيء يعود للحظ لأنه في النهاية هو حظ التعاون أنه قدر يلعب ويوصل للباب مرتين وسجل منها قصر أن تشوف حظ آه بخصوص أن المحاولات يحاول أنه ما جاء هذا حظ آه أن النصر يوصل الباب شوف فيه مبالغة جعفر شوي من كلامك إذا أنت ما عندك لعبي محلي ميلي عنده الهلال لا الهلال اليوم هو متأخر في النتيجة تخبر ش كانت تبديلاته سحب الحمدان ونزل مين؟ رديف لا رديف نزل بعدها سحب الحمدان ودخل كان عنده تبديلين كان عنده تبديلين نزل ياسر الشهراني ومحمد كنو بدل ناصر الدوسري وبدل عبد الله حمدان نزل برايك ونزل عبد الله رديف أنا أقولك تبديلات هذه التبديلات اليوم يعني حتى ما عنده مهاجم ثاني أنه ينزل مكان الحمدان ووصلهم المهاجم ووصل زي ما يوصلك انت سنتر الآن ويوصلك جناح ويوصلك لاعب نصداي بس أنت جالس تبالغ أنك تقول النصر ما عنده دكة إذا النصر ما عنده دكة أنا قلت دعني أقولك جعفر اللي صار أمس أنت خسرت المبارة بنفسك ما كان في شكل أفضل من الشكل اللي كانت تطلع فيه أمس ما كان فيه هذا النصر الموت كيف خسرت بنفسي وما في شكل أطلع فيه أفضل منها تطلع مثلا نحنا تكلمنا قبل حلتين أو ثلاث حلقات أتذكر قتلك قتلك ثلاثية ثماني وكريستيان وتالسكا أنا أشوف في أن أثنين يتضررون منها في واحد اللي بينجح فيها بس الثلاثي مالا مستقبل مع بعض الأماكن اللي يتحركون فيها اللي ينشطون فيها اللي يتبان قدراتهم فيها الثلاثة يحتاجونها مع بعض ما يقدرون يسوونها بفريق واحد تمام؟ قد تكلمت أنت كثير عن نقطة تالسكا أو تالسكا إذا كانت إمكانياتها مفيدة جدا للنصر في الوقت هذا أو لا ما لا مكان في الأسلوب والنظام اللي يبغى يسويه كاسترو أو اللي كريستيانو موجود فيه ولازم تالسكا يشتغل فيه ما لا اللي صار أمس أن التعاوم بثلاثية مهديوي ومدران وفلافيو قدر يتحكم في المباراة قدر يتحكم فيه ويأخذ منه اللي يبغى صحيح النصر كان مستحود على الكورة أمس بس كانت استحواله سلبي هذا قصري أنا مقفل عليك المساحات اللي تحتاجها عشان تخلق خطر منها باستخدام جودة الأفراد اللي عندك أنا مقفلها تماماً بخليك كل مرة تلعب معي في موقف واحد بود واحد وبصراحة كريستيانو وتالسكا وبروزو وفوفانا مش اللعيب المهاريين اللي ممكن أعتمت انهم يعدون بواحد أو اثنين عشان كذا أغلب الوقت كنا نشوف الكورة معماني فما لي كان يحاول إشهد أمس انتاجيته كانت يعني أقل من المتوقعة لعدة أسباب بس ما أشوف أن النصر خسر أمس بذكاء التعاون التعاون استغل مواقف فردية تمركز وليد عبدالله والخط حق النصر في الكورنر التعامل الفتايل مع كورة الهدف الثاني يعني لو ما سجل التعاون كممكن النصر يرجع مرة ثانية كان فيه 12 دقيقة أعتقد أو 10 دقائق كوقت طايع فالنصر كان يقدر يرجع قلت لك هي مجرد أخطار فردية استغلها التعاون وكان أذكى في أنه يتحكم يعني كل موازين المبارا طيب فيها تميز وست نقاط كاملة للأتفاق درارة ممتع يا أخي أكون معك سريح أنا ترى أمس نزلت تلفزيونين خلاص رسمي التلفزيونين نزلت خلاص يس ينتصر بتلفزيونين مع دخل إبراهيم والله تلفزيونين خلاص موضوع معد فيه مجال وبالنسبة هذه عتب على لجنة المسابقات في الرابط بصراحة لأنه يعني اتفاق هو؟ اتفاق؟ عندي نقطة واحدة بس ذكروني طب بنرجع لها اي منرجع لها عشان موضوع معمباريات لأنه مزعها المرة أنا والله أتكلم على الوحدة بات مبسوط جدا بالاتفاق والله مبسوط أنا الصدق جيرارد مقطع دخولي توف رحمه الله أيب كان خرافي والله كان كان خرافي جميل يا أخي وأقول لك شيء ممكن يعني طبع في تويتر والله تابع ناس كثير من مختلف الفئات أهل اتفاقي ولهلاوي شبابي وبلشت بأهلاوي اللي هو اللي جنبك قاعد يأكل الآن لكن في روح رجعت مرة لجماهير اتفاق والله والسبب اسم جيراردنا يدرب صح والفوزين هذا الحلوة اللي هو ربع صح صح طبعا يا أخي في نقطة نسيت عن التعاون إجمعنا مع التعاون مذهلة اللي أمس وقعوا معاهم الساعة ستة الساعة 11 فايزة تعاون أنا قلت للمذهلة صراحة وجه خير يعني يجوا معنا في البداية وانطلقنا الحمد الله فمذهلة صراحة وجه خير في وين ما يروحون ماذا تريد تقول عن الرابطة؟ عن الرابطة عن لجنة المسابقات يا أخي مو معقولة أربع جولات مباريات الهلال ومباريات الاتحاد تكون في نفس الوقت ستة وتسعة في نفس الوقت يلعبون اللي بيتابع بنزيمة وبكرة بيتابع نيمار شلون يتابعون في نفس الوقت؟ تبي تسوق للدوري وتبي القنوات تتابع وتبي الانتشار يكون كبير يعني ما راح نشوف الاتحاد وهلال إلا في الجولة الخامسة لما يلعبون مع بعض حتى وإن كانت تصادف برضو مباريات النصر والأهلي في نفس الوقت يا أخي في توزيع أفضل من كده يعني مو معقول أنه كل الفريقين لعبون في نفس الوقت بالضبط يعني ما في فرق يا أخي خل واحدة تبدأ الساعة سبعة واحدة الساعة تسعة خل استوديو في الملعب واحد استوديو موحدة يعني فيه طرق كثيرة إنك تقدر تحل موضوع الجدول إنما تحرم يعني نفسك من موضوع المشاهدة العالية لأنه ترى فيه زخم عالي وفيه رغبة وإحنا كلنا نعرف أنه فيه رغبة مشاهدة وشرى من قنوات ودول عشان تنقل الدوري لما تجي تقدم له مباراتين تقول هذه مبارات الهلال نيمار وهذه مبارات بنزيمة من تبون تخير بين يعني بين نجمين ووساطير لهم ثقلهم في الدوري إنت إيش رايك مع هذا؟ أنا أشوف أنها ممكن معذورين شوي لأن الجاي ضغط يعني ترى الاتحاد بيدخل فيه كاس العالم وتبدأ بطلاسيا وكذا فـ لا تكلم عن التوقيت يعني الجولة الجاي الآن الثالثة تخيلناها يومين تخيل أنت يعني الخميس أربع مباريات أو خمس والجمعة أربع مباريات ليس طبيعي ترى كيف يجي قوس تصور الجمعة؟ يعني يبغالك نصور الجمعة إن شاء الله تصوير الجمعة أي بس هذا قصد مهمة أنه صح صح يا ياسر صح أسم الله عليك صح 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 أسم الله عليك البارد ما وصل لسه أول ما قال المنديال تذكرت أنه يلعبون في المنديال حسنا حسنا هناك ظلم لنا كمشجعين وفي هذا ظلم حتى للقنوات الناقلة إن فريقين يعني سواء القنوات الناقلة المحلية أو الخارجية الأجنبية إنه يبغوا وينقلوا هذه المباريات حسنا يمكن بعض القنوات إنه ماخذة بس إنه عنها قناة واحدة الأجنبية وتقدر تنقل بس مباراة وغرفها ما تقدر هلا ينقل لكريستيانو هلا ينقل لنيمار هلا ينقل لبنزيمة إذا صار في نفس الوقت يعني أنا ما أفهم في الآلية بس صحيح إيش اللي يمنع من اليوم مباراة الاتحاد تكون قبل الهلال أو مباراة الهلال تكون قبل الاتحاد ما أدري يعني هل في عذر يعني حتى موضوع تقديم نيمار بتقول ما دخله في النأو لازم قبل عشان تقليم لا يعني إيش السبب اللي يخلي المباراة ثلاثين يكونوا في نفس الوقت ترس الحرارة طيب ما ينفع مباراة تبدأ قبل سبعة تسعة طيب سبعة تسعة سبعة ذان المغرب يعني تسعة بعد الصلاة بعد العشار سبعة طيب يدخل فيها موضوع الصلاة والصلاة طيب عادي كنا ننقف كنا نسويها أول وهو الحل الأفضل الحل الأفضل أنك تراعي موضوع مثل ما قال ياسر درس الحرارة في صار مثلاً الهلال أو الانتحاد أو الأهل أو النصر بلعبون في مناطق بارد أنك تقدمها أو على الأقل تخلي هذي يوم وهذي يوم على الأقل يعني أنا مثل أكثر والله اليوم شايف الاتحاد والطائق والهلال والفاحك أنا على الأيباد وواحدة على التفزيون بالضبط يعني حتى أنت كمشجع تبغى تشوف تنتمع بعض حتى فريقك كنت تتابعة تبغى تشوفت المباراة الثانية فهذه نقطة لازم ليش الأهلي الفريق الصاعد ما لعبية في الفرق الأربع الكبار يعني في بداية الدوري كالعادة مم في آلية كانت في الجدولة مستحكم ترى ولا سؤال حقيقي يعني جعفر والله عادي ولا سؤال حقيقي هذا انتصار الوحيد اللي ممكن تتعلم لا والله العظيم سؤال حقيقي أبغى أفهم الجدولة والله العظيم أتكلم جد مو دائما في الجدولة أن الفرق الصاعدة تقابل الفرق المتصدرة ليش اللي يغير في الجدولة هذه المرة خلصت ايا ما أعرف بس والله ما أعرف سأل التحاد السعودي يسأل المسابقات ايام اوكي ما عندك جواب يعني اوكي اه جواب يعني والله العظيم جعفر ها شوف أنا خاف أقولك ها لا تكفر قلها قل لا قلها قل لا جعفر أمون علي بس بزاع النصروين لا لا أقول بس كت والله لا 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 أحباي بس أنا أمون عليهم هنا لا والله بس ما أعرف ليش بالعكس جدولة الاهلي جميل أتوقع الاتحاد الوحيد أو إدارة الاتحاد الوحيد اللي كانت كان عندها مشكلة في بداية الدورية مع الجدولة وتكلموا بنفس الفكرة حققت كنا ليش ما نلعب مع الصاعدين ليش ما نلعب الأولى على أرضنا أسألوا لوجهة المسابقات يا جماعة بس يعني هل إحنا ينقذك إنه في مجامل لا 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 أقولك شيء والله العظيم أتمنى ألعب مع النصر في الجولة الأولى والثانية والله العظيم أحقق تدر وين الجمالية في الدوريات زي الانبي اي في عمل الجدول إنها افتتاحية الدوري طابعة خاص ما هو بالقرعة يحط الجدولة أنا عارف أما عدل المباريات راك أنتش غلطنا بالانبي اي لا لا مهم جدا كل ما ذا قال انبي اي سوي فيديو عن الجدولة لا مهمة جدا إنه لأنه كيف يجدبوا المشاهدين بداية الدوري لازم يخلهم مباريات قوية لأنه عند المباريات هم صحية هكبر فيبغوا يجدبوا يعني لأنه نفس الدير بحقهم ونفس الكلاسكا يتكرر أربع مرات وثلاث مرات الموسم فيقدروا يكرروا فنفس الفكرة أنا بالنسبة لي أشوف إنه حلو لون افتتاحية الموسم سوى نسبة له والثاني كل فيها واحدة مباريات كبيرة ليش دائما إنه اوه لازم نستطيعنا كم جول عارف إنه هي قرعة وكذا بس ليش لا تعرفش اللي يفرق الانبي اي الانبي اي الانبي اي عن دورينا أو عن برامج الانبي اي او برامجنا عندنا ننجا وصل ننجا وصل ننجا وصل ننجا وننجا ايش وننجا ايش ننجا ايش وش ايه ننجا ايش تقول ان دائم معروف معروف مهتاج معروف عندي أنا بالذات مهتاج وصل وصل طيب عند اسعد بسألك معاذ طيب في شيء وش سؤالك فاصل وش فيك انت طالب اسكريم خايف يسيح لا لا هو فيه اسكريم اكيد بس ترى يعني الان ايه فيه تصريح قوية من حسان تنبكتي ايه مصطدف هو في برنامج ترك العجمة اوكي اذا قل لكم восلكت صريح و ننجد طبعا اقول رغبتي في الخروج ما الشباب من الشباب نهائية يعني خلاص ما عادي بي جلس الولد يعني Bo اقول لا امتلك رغبة لأ اي نادي بكل بساطة هالنادي الذي يوافق نادي الشباب على عرضه ويفيد الشباب سانتقل له ااicide تصريح كثيرة والله أنتكريين أنها رغبة الاولى هي الخروج وأيضاً يكون العرض مثالي لناديه لأنه متفق على تجديد عقده من السنة الماضية أنه يطلع يقول بروح للعرض الأكبر يقول أكبر عرض يوصل لنادي الشباب وأنا بروح معه بس ما نذكر أي نادي أو ما نذكر أني أبداً ما وقعت معي نادي و يعني مذكر شباب الله فضل عليها باختصار صارت مزاد يعني خلص صار مزاد الآن على حسان طيب ما نحاولها ك خلص من اللي بيكسب اللاعب أكلمك من اللي يحتاج طبعاً ما عليش أنا أعرف من اللي راح يدفع من الأندي الأربعة من اللي يحتاجه كل الأندي تحتاجه كل الأربعة أي من اللي يحتاجه أكثر أصر أهلي طيب ما تحسين لا لا أنت تحتاج أي أحد أنت تدخل عليه صفقة لا لا أنت تدخل على نينجا تأخذ الكيس معادي أنت الآن جبت أجنبيين هل تتوقع أن حسان بيلعب أساسي من هنا؟ أو يحيط أحد من القلوب تفاعل الجيف لماذا لا؟ ليس لك أثنين يا قلين يوظفهم لا لا أعرف أصلاً عنده فكرة أنه بالسلطرين اللي جايبه عنده فكرة أن يلعب ثلاثة أربعة ثلاثة الثبط خمسة اثنين لماذا لا؟ حسان ليس حكرة على هذا أنا الآن أتقدر أقول لك جعفر أن تملك لجامي وتملك عدلال عمري وتملك مادو وتملك لابورت اليوم أين تجلب حسان بعد؟ حسان مع لابورت أساسيين تهل الموضع لماذا ألعب لجاميا؟ لابت عندك ثلاثة مدافعين يعني من الأفضل لا ما دمهم من الأفضل ما دمهم من الأفضل والعمري أو منطقياً أنا أرى أن حسان مكانه في الأهلي أو في الاتحاد صراحة النصر النصر نحن اتفقنا كل الأربعة عندي تحتاجة أحيان أتكلم عن من الأكثر حاجة إلى حسان لماذا الأهلي؟ الأهلي جابت أثنين في المركز أقول لك الصراحة الاتحاد أكثر فريق يحتاجه لماذا الاتحاد أكثر فريق يحتاجه؟ الاتحاد هو اللي عنده يصالف الاتحاد الفريق اللي يملك أفضل خط دفاع محلي عشان مبارتين؟ كيف عشان مبارتين؟ أو بالأسماء يعني تكلم بخير نتكلم كأسماء وتكلم كأستمرارية من الموسم الماضي حجازي مو موجود الاتحاد عنده مهنة شنقيطي وعنده أحمد شرحيلي وعنده زكريا وعنده مدلة يعني كأظهرة ويعني حتى أحمد ومسعد قاعد يلعب في السنتر الآن وعنده أحمد شرحيلي اللي كاستمرارية يعني أشوفه قريب إلى حسان نوعا ما بصراحة أحمد شرحيلي قاعد يلعب موسم نصف وحتى موسمين يعني من آخر مستوى جدا ممتازة طب الاتحاد الآن كمان متوجه الفكرة أني أجيب مثلا مارك يونس أو فران فكرة مدافع أجنبي فالأهل والاتحاد هم الأكثر حاجة للعب مش بس بحاجة مدافع محتاجين للعب المحلي اللي ممكن يكون قاعد وممكن تكون يعني صفقة كبيرة تعيد الفريق هذا للسوق المحلي نصر الهلال فآخر 15 سنوات ما غابوا أصلا عن شراء النجوم الدوري السعودي ويملكون يعني أفضل دكة وأفضل أسماء محلية فأتمنى أن حسان يكون ذكي في قراره هذا يعني انت شوف قرار العويس مثلا قبل سنتين تخرج من الأهلي أوكي علينا يراسي اطلع اليوم أنت في موقف أنه كنت الحارس الثالث في الهلال وجالس الآن الدور النادي المناسب ويش لازم يطلع يعني أفهم من كلام حسان معاذ أنه مو برغبتي الكلام يعتمد على أو القرار يعتمد على إدارة الشباب وش العرض اللي يفيدهم أنا بنت شوف كلام ياسر يعني أشتري على قوله لأبراهيم سمك في بحر بيمشي هو أيا كان الفريق بس سامشي يستفيد الشباب صح شوف كلام ياسر منطقي لو اللاعب يبحث عن مصلحة الحال لكن ترى جمعها مع مصلحة أنه يبغى النادي يسفيد ماديا بالضبط تصريح اللاعب صراحة ينهي كل النقاشاته كل المزايدات اللي قاعدة تصير احتياج كل نادي يقدر يقول أنا أحتاجه كل نادي يقدر يقول أنا وأي نادي أصرا لو جاه حسان بيضيف له وبيكون هو الأساس يخلنا أنه ينعين بهذا الشيء وبيوظف خطت عليه وقلك شيء ترى ممكن الآن الأهلي جايك بمدافعين هلال ممكن عنده مدافعين أساسية طبعا أنا لابعا أنا أكيد في نظرين بقول له هلال يحتاجه ما فيها كلام لكن ترى ممكن مع قدوم حسان لأي فريق ترى ممكن يغير تشكيل ثلاث مدافعين يوضف على لكن الآن أنا كلام ياسر صعب ينطلق الآن على حسان فهمت يعني ياسر يقول يا حسان دور مصلحتك ودور وين تلعب ممكن أساسي فيه أو شيء لكن ياسر ترى الآن هو دمجها مع طبعا كان صحيح طبعا مع مصلحة شباب 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 رمديون مع مصلحة طبعا لعيني وراسي الآن الأربعة عندي أنا أقول لك الأهلي ألأقل صرفا تمام الأهلي يقدر يتحمل كافة الأهلي يقدر يعادل أعلى عرض يوصل لحسان تمام هذه مش معلومة هذا المنطق الأربعة عندي كلها تقدر تدفع الأربعة عندي كلها تقدر تدفع فوش المشكلة بس هو قصده و أنا هذا السؤالي قبل شوي إن الآن ما هو قرارا لاعب وحده بقدر ما أنه هو قرار نادي لا توقع يأخذ بعين الاعتبار لا توقع لا توقع حسان يأتي للأهلي أنا بصراحة أنا أعرف أن الشباب إلى الآن ما زالت فيه فكرة أني ما أتعاوم مع الأهلي مثلا في صفقات البيع لا أبيع للأهلي و مسبقا أصلا أقدم عرض الحسان تنبكتي و رفض من الشباب والحين نحن في طول عرض ثاني و عرض كبير جدا يعني الحسان ما رح يجي أنا أعرف الشباب أنه ما رح يبيع للأهلي وأعتقد أنه يعني أنا شايف حسان في الرياض مرة ثانية في لال أو نصر وأتمنى بس أنه يكون دارس القرار هذا و الفكرة هذه لأنه حرام صراحة بس وين ما يروح بيلعب أساسي غير عن العويس الآن هو وين ما يروح سواء راح النصر أو راح الهلال مفروض بيلعب أساسي يعني الهلال مع كل يبالي وهو بيكون بقعد بلاي هي أو جحفلي أو أيضا بقعد احتياط مفروض أي إن كان أي إن كان محوظ بس الهلال عنهم تجارب أنه جابه العويس و خللهه المعيوف طب أنت عبداليل العمري يدخل في يناير الفترة الحرة لماذا رفضت بيعة في الفترة هذه هذا غلط إداري أنا دائما أتفق معاك طيب إدارتك تمثلك أنت في الأخير لا ممكن أنت تقتلف معه في الأرابيس هي إدارتك في الأخير لا أنا أمثل نفسي لماذا رفضت بيع عبدالله العمري أنا؟ أنا مو من قبل كم حلقة قلت إنه يمشي لا العين مراسك ما دو يمشي ما دو قبله يمشي أكيد ما يمشي العمري إلا إذا طيب يعني ما دو العمري منه إلا إذا جبت مو بيتك أبغى أجنبي ما في إذا جبت تقعد الداخل لأنديا وليس كذلك الكورة أنت الآن جرس تمسك في ثلاث سناتر محليين في كثير أنديا تحتاجهم الاتحاد جرسي العب أحمد باب مسعود ومهند شنقيطي ومهندوين عشان ما عنده أحد أنت عندك الرفاهية هذه إنه تعور عبدالله مادو نزلت لجامي تعور لجامي نزلت العمري تعور العمري نزلت فتيل صح هذا وانت باقي ما جبت لعب كمان تقول أنا لأحق بحسان مو شرط إنه عندي كوانتيتي أو عندي عدد يعني عندي جودة أوكي عشان نكون متفقين وانا تعدد لي أربع أسماء يعني عندي حين أربع أساطير في الدفاع بس دعني نقول أساطير بس إنه أي أجنبي يجي جنبهم بيقدر مضطف المدر لا ما شفنا هذا الشيء عشان تقول إنه يجيك مدافع يا دفاع لا أقصل إنه ما تقدر تقول إنه أوكي العمري بس يحتاج إنه يجي أجنبي عشان يبدع لا أنا ما شفت هذا الشيء من قبل في العمري يعني البوادر كل مباراة أشوف منه أخطئ أنا أسألتك في حلقة سابقة قلت لي لا إذا أتخيرت العمري ولا ما دو لا أمشي ما دو أكيد الآن بدأت تقول حتى العمري ما يناسب قاعد أختار بين سيء وأسوأ لا لا ما دو ما دو ما دو عموما أنا دو ما دو أفضل بمراحل أنا شوفه ما دو راكز ما دو عارف يوقف صح في الملعب بس ما دو ممكن مشكلة الإصابات فقط لكن العمري 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 ممكن تركيز أقل في الفترة الأخيرة ما هو بتركيز العمري اللي وفي شيء ممكن مريحني اللي هو إن حسان في أي مكان يروح بلعبة أساسية أكيد يعني أنا شيء الهم من المنتخب والآخر وقرب فترة لا لا أكيد بيلعب لكن الشيء المتفق عليه بعد أن ترى ورانا مسلسل طويل جدا بخصوص حسان تنبكلي فترة باقي فيها الفترة باقي فيها عشرين يوم خليك من الأيام هذه ياسا أتكلمك عن الأخبار بصراحة لم أعد أرى أخبار مهمة لدرجة مثل مثل الترقب اللي كان مع صفقة ميسيا ومع صفقة بنزيمة ومع صفقة محرزة يعني ما أتوقع أن هذه الأشياء متروفية أخرى حامنا يا أخي حتى متروفية أخرى أنا أروح مع رأي ياسر وأتوقع أنه لا يخرج من البيار نسيت نقطة مهمة أنه ممكن الشباب يستعجل في الموضوع لأنه يبغي لحق على السوق كيت وأنا أتوقع فعلا أنه ما راح يطلع من الرياض ومفروض يخلصوا بسرعة عشان يقدروا بفلوسة يجيوا بلاعبين بالضبط على طاري الرياض وانديت الرياض والهلال بس أنت تعليف على طاري السنة ما جينا الهلال نبغي نتكلم الوقت مرة لا لا بس على طاري بس نقطة خبر على طاري الأخبار فضل رسميا أن نيمار راح يغيب له مدة شهر ولا راح يلعب الكلاسيكو ضد الاتحاد لماذا؟ إلى عدم الجاهزية حسنا بالأسف يعني يعني كن معك سريح ولا تتوقعني بجامل لا لا أنا أتوقع أن هذا شيء شفت الهلاليين يبغوا هذا الشيء يصير عشان يلعب بأفضل جاهزية أي لأنه ترى هو يعني ما كان في الجاهزية التامة في الموسم ماضي ولا عسكر صح ولعب توقع مبارة واحدة في المعسكر جاي من العملية صح وعملية في متوقع يعني متوقع لا تستعجل عليه لا تتفاقع من إصابة لما يكون بأفضل جاهزية وهذا الشيء لنا يعني أنا كن معك سريح أتوقع الأغلب الأغلب كان يتوقع مثل ما ذكرت لا عسكر صح ولا وصابة ومثل ما قال ياسر نتور العملية فبإذن الواحد ولحد أنه أنا أشوف أنه يلعب سرعة خطأ أنا منا بحرس عليها أنا حريص أنه يأتي من نمار وهو أتم الجاهزية لأنه مع تاريخه من الصلاة أو عندي بعد يعني أمنية أنه يستبعد من عسكر منتخب أبغاهي عسكر هناك كامل لا بس استدعوهم استدعو استدعوه بس يعني أقصد أنه يبين لهم أنه غير جاهز لشان فعلا أنه غير جاهز وين المعسكر في حق البرازيل؟ والله ما عندنا على حسب المدينة بأقول لك هو بيقول له لا يعني تفكير البرازيليين طيب جميل وبدعو ويعني أخذ أخذ وقع تاريخي في الصحف والحسابات الإخبارية الكثيرة شيء جبار شيء مهول شيء عظيم والله أنا بالنسبة لي الدرون والإضاءات والدخولية حتى كلام نمار نفسه والإخراج والطريقة بدعوه لكن زعلتني شويين مبارات يعني تمنيت أنها تمنيت أنها كتملت في ممكن يعني فلسفة شوي أو نقول خطأ من المدرب أنها خلى ميشيل يستمر وخلى سالم يستمر وسحب ميشيل في نفس الوقت سالم أرجع ويعيد وكرر أنها من بدون مبالغة سالم من أكثر لعيبة في الدول السعودي بذلا للمجهود أقل لهم فائدة اللي ما أعرف هو إزع مجهود يعني لا لا خلكنا أرجم هو يأخذ الكورة يدور بالكورة يدور بالكورة يدور بالكورة يلعب على الظهير الظهير يسلمها له يرجع يدور بالكورة يسلمها المحمور هذا مجهود لكن الفائدة مجهود ترى وين قدرات سالم في من ناحية الانهاء الجميل سالم صراحة يعني مستوى أقل وممكن نحتري تصريح يش يقول ومطالع تصريح يقول مكينة السيارة تحتمي نحتري تحتمي على ما نحتري ممكن أنني مر جهز وفعلا معتي جيك الفرصة وكان واضح مرة أن الهلال يحتاج مهاجم وخلصنا إن شاء الله ما تروفيتس وصير جاهز وبعدها تكتمل الاحتياجات نرجع نقيم جيسوس نفسه وش باقي الاحتياجات المهاجم كان واضح يعني باقي في احتياجات ثانية بعد لا 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 أنا أكلم خلاص اكتمل ممكن بارات الجاية يكتمل ناقصكم شيء يكتمل يحتاج منه ضهير محلي إن شاء الله اي أتوقع يكون بكج مثلا صح مع حسان مثلا يعني لا تكلم تحكم على مصادر ومعلوماتك لا ما أدري والله لا ممكن أنا ما أدري لكن بإذن الله الجولة الجاهية يكتم الفريق ونحكم كليا على جيسوس بإذن الله هذا الكلام اللي كنا نقوله في البطل العربية أن جيسوس جالسي جرب يوم في هلال شفت المباراة اليوم شفت الهلال حتى لو كان الهلال يعني ما ظهر في كامل وقات المباراة بالشكل كانوا يتمرونه جمهور الهلال أنت اليوم تتكلم بعد اكتمال يعني ثمان محترفين وفرت خيارات غير منطقية في الهلال تقدر تلعب ثلاثة أو أربع تشكيلات مختلفة مو بس كأنا عندي أسماء كبيرة أنا موجودة في البنش أو في دكة الفريق لا أنا أقدر ألعب بريمار في الطرف أو أقدر ألعب فيه في النص أقدر ألعب ثلاثية محاور أستخدم فيها كأنو أو أقدر ألعب بسفتش ونيفيس جن بعض أقدر الآن أن أراجع لي سلمان الفرج وعبدلال المالكي من التأهيل واليوم صاروا عندي موجودين خير احتياطك بيكون سلما أنا عندي ثلاثة أظهرة من الأفضل ولو أن الهلالي يعتبني على مستوى ياسر الشهراني مؤخرا لكن لا زال عندي محمد البريك ولا زال عندي سعدة الحميد اللي ياسر راح أشوفه أصلا فارك عنه ضهير عندك العويس صار حارسك الثالث عندك ياسين بون والحين ياسيني اللي طلع البرتغال وطلع إسبانيا وكان على وشكة تحقيق معجزة أصلا قدام فرنسا مترو فتش اليوم عندك عندك عبدالله الحمدان وعندك رديف وعندك الجوير اللي ما حتى هيشوف دقائق ممكن أو سلمان أو عبدالله الحمدان يا إنت تتكلم شي جنوني أصلا من الهلال يعني لا تقول لي أنا أتكلم طيب دقيقة لا نحن في الهلال صراحة الهلال أكثر تنظيما في تحديد احتياجاته واختياراته وما شاء الله تبارك الله يعني الهلال كان قادر يبرم صفقات ما كنت تتوقع أنها راح توصل للسعودية يعني مترو فتش واشي اللي بيغري فولهم يبيعوا واللاعب ما زال في عقدة عدة سنوات كبيرة اللاعب نافته صغير أصلا يقدر يستمر في البريم ويقدر يشوف أنديها مثلا بطموح أعلى في الدول الإنجليزي قصتك؟ البريمير ليك في الدول الإنجليزي نعم 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 طيب طيب في الدول الإنجليزي دول الإنجليزي الممتاز مرور جايد بليقول نعم ما راح تكلم عن صفقتني مرور صفقات نفذ وصفقات مترو فتش وصفقات مترو فتش يعني كلها تكون مستهدفة من أكبر أندية أوروبا لتنافس في دول الإبطال الأوروبا أو في الدول الإنجليزي الدول الإيطاري الدول الإسباني فاللي سوى الهلال صراحة خلاها يفرق عن البقية أنا بانتظار ماذا سيفعل خرخي خصص بهذه الكوكب الصراحة المرعبة الحلقة اللي فاتت حلقة التوقعات قلت النصر مرشح نغير نجيها نغير كلامي أنا لازلت مع فكرة المدرب الأفضل وأن عندي ثقة أن كاسترو ممكن يعرف يتعامل مع الموسم وتداخل المنافسات بشكل أفضل من خصص بس لو الهلال أخذها هذا مش معنات أنا معرفة أتوقع الهلال طبيعي بس تتوقعت عموما الهلال أن يكون ثاني بس ما تشوف اليوم أن الفيحة لعب مبارا محترمة قدام الهلال أكيد لأنه نبغى نعطي الفريق حقه بصراحة طبعا طبعا الفيحة لعب مباراة جميلة فلاديمير كان فلاديمير كعادته تعادته؟ اللاعب النيجيري في وسط الملعب كان خرافي هو اسمه نواكيمي؟ نواكيمي ما أدري رحب يوم ولا لا أصلا لا 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 لعب النيجيري اسمه هم عندهم ثلاثية جديدة كوناوها في خطهم أونيكورو أونيكورو خرافي لسجل هدف؟ رقم سبعة توقعه لسجل هدف لا لا لسجل سكالة 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 على الجناح قاعد يشتغل شغل مطبيع بس أونيكورو قاعد يلعب في وسط الملعب لعب قاعد يستلم من المحاور ويسلم الأجنحة يعني اليوم لعبها الفيحة لعبها يعني بصراحة ترى ترى نكتلعب قدام ستين ألف واليوم تعتبر ترى مباراة ستنائية نكتلتكلم ستين ألف تحمسين للهلال في ملعب استدنى ملك فهد في الدوري في جولة اعتيادية إذا ما خانتني الذاكرة وإذا ماني يعني ناسي إنها أعتقد المرة الأولى في التاريخ في تاريخ الدوري إن الهلال يحضر ستين ألف في الملعب في مباراة اعتيادية ثلاثة نقاط لا فيها بطولة ولا فيها نهائي ولا فيها ديربي أو كلاسيكو ويحضر ستين ألف وكان المنظر جميل يا أخي شيء يثلج الصدر ويعب العين فعلا هو بقول الكلام ذا عشان يسمع معاه عشان لا يقول لا صارت قبل وما صارت قبل لا إحنا عارفين أنك رايح برة تشوف من دوب لينجا بشر وصل النقطة التي كنت أذكرها أن منظر ستين ألف اليوم في الملعب يثلج الصدر وإذا ما خانتني الذاكرة إنه تقريبا المرة الأولى في تاريخ الدوري اللي يحضر فيه ستين ألف مشجع في تاريخ الدوري للهلال في تاريخ الدوري للهلال إنه يحضر ستين ألف مشجع في مباراة اعتيادية ليست نهائي في جولة ثلاث نقاط صحيح لين كنت أنا غلطان؟ شوف أنا صراحة ما عندي المعلومة هذه بس أنا متأكد ممكن ممكن فيها جانب كبير من الصحة لكن أحسب حساب أنها جاء بدري عشان التقديم ومشكورين صراحة جمهور هلال هذه بوس على كل واحد حضر رغم رغم شوف اسمع كلمة رغم رغم الظروف والملعب صعوبة والله مساكن قررت أفكر فيها يعني متعني إلى الملعب وهمهم مقعين مع نيمار وبونو ومترفيتش ترى والله يعني غبنا لا 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 اسمعني يا حبيبي يعني كثير ملاعب الوصول لها صعب ترى أم حتى عبدالله الفئس لا ترى حتى ملعب الدمام ملعب الجامعة ملعب 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 الجامعة والجهرة وما أدري يعني عبدالله فئسنا ما قد حذرت سهولة الدخول فيه أسهل من دخول ملعب الأستاذ وفوق هذا كله شكراً جمهور هلال بإذن الواحد لحد أن يكون عندنا ملعب بإذن الله بإذن الله ممتاز طيب نجي لانتقاء صلاح دقيقة ما قد ما خلصنا الفتح والخدود ترى هل مبارا شفتنا سبب وعدها مع كل احترام بالمبارايات الباقية أنا شفت آخر نص ساعة في المبارا لا المبارا كانت يعني وقلت لكم واحد من ثلاثة مدربين اللي يكونون مبدعين بالعكس ولازلت مؤمن أنه اختيارة لللاعب لوكس اللي عجبك اليوم مسألتني عنه وقعدنا ندور على اسمه لوكس اللي جاي من دار أمريكي تتكلم على لوكس وبندبكة وفراس وبريكان وباتنا وتيو ترى تتكلم على يا أخي على منظومة أسماء يعني أنا صراحة شغلت المبارا وكنت أترقب 45 دقيقة لعبها لفتح في البداية كان قايم على جودة أفرادة بس وكيف بيكونون في الواحد على واحد بصراحة ما كنت يعني أو ما شفت ما شفت وش الفكرة اللي بلتش سواها مع الفتح ما شفت أفكار متتالية في الفرص اللي قاعد يوصلها الفتح المرمى في أكثر من مرة طراحة ما أحب بلتش من زمان من قبل ما يجي الاتحاد وحتى لما جال الاتحاد ما نجح معهم حتى لما رجع لل ما رجع للبريمير ليقو أعتقد أنه رجع للشامبيونشوب بدور الدرجة الأدنى من الدور الإنجليزي أتمنى تيروحون لاختيار أفضل من بلتش فازوا أخذ ثلاثة نقط الأخدود كان عندهم كان عندهم أليكس كولادو أليكس كولادو هذا الجناح هو لاعب وسط هذا اللي طرحته طرحت هذا تابعت الشوت الأول أبهرني وأنا جارتها شغل 20 دقيقة بدأت أبحث من أليكس كولادو هذا فبحت عنه طلع متأسس في لماسيا برشلونة وكان يعني مبنية عليه أعمال كبيرة في أكاديمية برشلونة وإلى قبل سنتين كان مع الفريق الأول يعني بعد كذا تعرض لإصابات وبدأ يطلع لعارات هذه الصيف هذا وقع مع بتس وأول ما وقع معه وبعتها بخمسة أيام ووقع مع الخدود عقد لعارة لعب خرافي مرة صراحة كان نشغل الأخدود ونظام الأخدود وملعب كل اللي حواله فأنا كنت غرد وقت المباراة وغرت عن اللاعب إن أسبوع الجاي تضل الخدود والله يعيننا وهو يلعب في الطرف اليمين وإحنا ممكن ليوسكي ما يلعب المباراة الجاي ممكن نسجل بدالة الديميرال المدافع للتركي فالحمد لله ما كمننا ثلث ساعة تقريباً أخذ كرت أصفر وكرت أصفر ثاني وانطرد فتحيي للأخدود صراحة شغلهم رهيب هذا تحيلت روفو خليف مع كلمتك يوزع يوزع يعني كل جولة بنشوف مين دلم الله تسديد هذا لايف ما عنده تسديد مباشر لا تعبني الحمد لله اللاعب ما تعور يعني في الأخير هو كرت أحمق لا خفيف تسديد مباشر بس قاعد عرف عارف تعبني والله شق بي ذا مرة ها؟ والله تويتر مكالمات الحلقة طيب الفتح تقلمنا عنه إضرحت الطايف كم ستوال الفتح صراحة مميز جدا طيب الفتح تكلمنا عنه الاتفاق الوحدة الوحدة اللي صراحة كان يا أخي عبدالقدوس عطيه بالأنتيين شكرا والله اللاعب إني من العام وأنا أقول يا رب ياخذ فرصة أكثر ويبدأ لأنه عنده إمكانيات وأنا أذكر عبدالقدوس من أول موسم ضلع فيه وأنا كنت وقته في جدة وغطي للوحدة والله العظيم قاعد يقول بس يحتاج فرصة عبدالقدوس عطيه حارس الوحدة اللي تصدى البلنتيين واحد من بانيقة واحد من ديالو حبيب أو حبيب ديالو آآ صراحة شكرا عبدالقدوس آآ أبدعت يا أخي ترى ترى مو سهل بلنتيين للاعبين مختلفين في نفس البارة وكان يمكن يرجعون في الثنتين الأولى كان يمكن يتقدمون آآ وفي الثانية كان يمكن يرجعون الوضع مرة مرة أنه يعني تحتاج أن تكونوا مركز أكيد تحتاج دهو فيك تحكي على هذه الأمور بلنتيين في نفس البارة تصدها فعلا إذا تأتي في عشر البارات تصد بلنتي الفريق بيمجلك فوالك من الصد الثانين في نفس البارة ضد لاعبين متمرسين يعني في البنيقة مثلاً متمرس جداً في ضربات الجزاء وله أنها تقول أوه التسديدة ما هي كويسة من اللاعب بالضبط لا التسديدة كويسة وصدها بشكل مميز فراء أصعب أنا في نظري أو أقول في كتابي لأن كتاب من كتابك كتابك في كتابي أصعب لاعب ترجع الثقة في نفسه والحارس وخصوصاً بعد الهاترك اللي صار من كريستيانو والردود الفعل اللي صارت فالصراحة أنا مبسوط جداً بلسواعب القدس أعطيه وبإذن الله أنه يستمر يستحق والله العظيم والله بعد قلة الأدب اللي صارت العام تجاه اللاعب هذا بعد الهاترك حق رونالدو يعني كانت موجة طحك أو مزح أو طقطقة كانت يعني فيها فيها قلة أدب وما فيها أي احترام صراحة أتمنى مو بس المبارة هذه يعني إن شاء الله ربي يعني يعوض عبد القدوس عطيه بظهور إن شاء الله في مبارة أكبر وبتغطية أكبر للأسف أعتقد أن مونير بيرجع قريب مونير المحمدي فإن شاء الله لما تجيه فرصة ثانية بعد إنه يحظى بنفس الظهور هذا الوحدة أعتقد لعب مبارة جميلة جداً هذا هو للحيم ما أكتمل يعني تقريباً ومستحقين وصل خمسة بس عندهم وقالوا 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 ما أعتقد صفقة بعد وقالهم صفقة بعد فالوحدة فريق منتظر السنة هذه تحياتي للوحدويين أنا صراحة حب الوحدويين وأتمنى صراحة أنهم ينالون ما يستحقون يعني العام كانوا قريبين مرة من تحقيق الكاس ضد الهلال فأتمنى إن شاء الله أنهم يفقون يعني في الصبقة الأخيرة هذه ومع دونس دونس يعني أعطانا فكرة عن الوحدة وكل كل يعني المحترفين اللي موجودين في الوحدة الحين لازم تحط عائنك على المتظر كلهم ممتازين جداً سواء من إنسل مويس الفجر مونير محمدي قالوا بعد فيها السنتر حقه ما أعتقد سواد اليميق في أوسكور وفي جواد اليميق بعد فعين على الوحدة الموسم هذا وإش ممكن يسوي أعتقد ممكن يكون الأندي اللي بتبدي يعني بتعب أي شخص أو بتعب أي نادي عنده فكرة منافسة على الدوري الجانب المقابل الشباب خسارة بعد تعادل الشباب أخي ما هو واضح المشهد في الشباب ولاننا نتكلمنا عن حسان يمكن ينتقل ما هو واضح المشهد في الشباب صحيح كثير حتى يعني حتى من الجمهور الشبابي بيطلبون نتكلم على الشباب ترى فعلا المشهد في الشباب ضبابي ما هو واضح فيه وأغلب المشهد الشبابي اللي قاعد يظهر حسان تنبكتي من بعد رئاسة ثنيان خالده ثنيان وفادة ثنيان خالده ثنيان خالده ومحمد من بعد بئاسة وموضوع الانتخابات تمبكتي تمبكتي اكثر شي قاعدين نسمعه ومطالبات بالصفقات كثير بيطالبون انه وين الصفقات الشبابية وين حقنا نبغى ناخذ صفقاتنا ما جانا دعم طيب معلش نجي نتكلم على الاندية اتفاق جابلك جراد جابلك هندرسون جابلك موسى دنبلي جابلك المدفع جاك في المقابل التعاون اللي قدم يعني معلش عندي رقم يعني لما نسترجع بالارقام وبالدعم النصر اللي لعب امس قدام التعاون قيمة السوقية في ترانسفير ماركت 150 مليون يورو في المقابل تتكلم على التعاون اللي قيمة السوقية 20 مليون يورو يعني فرق الضعف ممكن 3 او 4 مرات 20 مليون وهنا 150 مليون فالموضوع مو بالمال انا دائما مقتنع انه المال عصب الحياة واساس وما في مجال انك تشتغل بدون مال ولكن مال بدون فكر ما عمره اشتغل ابدا ما اقصد فيها ادارة من الادارات ولا اقصد فيها احد الانديا ولكن اقصد ان الادارة اللي عندها مال يكفيها وتجيب فيها لعيبة بالمقاس وبعناية وقتها تقدر تقول انه فعلا النادي يقدر يحقق شيء اللي شوفنا امس تعاون تعرف كم ميزانية تعاون الصيف هذا كم داخلوا الصيف ميزانيتهم للصيف للصرف الصيف 52 مليون صرفوا منها 28 مليون بس حتى الان الله في صفقتين ماتيس وجيروتي الله 28 مليون يعني هي دائما طبعا هي توفيق في المقام الاول ويعني نظرة ورؤية واضحة انا مين احتاج ومين باشتري وكيف باشتريه وعن طريق اي وكيل مثلا بتعامل معاه فيعني التعاون يعني فريق صراحة يعني يعني اذا يسمحون لي الفتح بيسر عندي اثنين نموذجي في السعودية صراحة استحبت التعاون جدا نموذجي في العمل وفي البناء على كل الاصعدة فنموذج صراحة جميل اتمنى كل الاندي يعني تحذو حذوة يعني في الارقام استاهر التعاون وعلى فكرة لطالي الارقام انت عارف انه اليوم انقعد اقرار في transfer market برضو كم عدل عمار اللاعبين في تعاون 25.7 تقريبا على مشارف 26 هذا رقم ترى صعب انك تحقق في دوري بهذا القوة بهذا الزخم 25.7 معدل عمار اللاعبين في التعاون شي صراحة يثرج الصدر ويخليك ترتاح وانت تشوف فريزي كذا قاعد يلعب مع اندي الصندوق وقاعد يعني يلعب بدون ما يكون دفاع 11 لعب في ملعبه شكرا للتعاون شكرا للفتح شكرا للاتفاق هالجولة شكرا للوحدة لانه بصراحة ممتع لعب هالاندية بشكل رياض ضمك طيب شراك فيهم ما شفت المباراة شفت المرخص شكرا للتعاون شكرا للتعاون شكرا للتعاون من زلنسكي بمراحل من يقول افضل او هو اللي كاتل السؤال هو يقول افضل انا اقول زلنسكي افضل عادي نختلف دائم نختلف لا رأي زلنسكي يجو ما يجي اليوم بنبقي لعب انا جمهور دك ياسر لا تقدر لا لا بس الفكرة انا ما انتش رايك يقول لك متى جاي زلنسكي خذ الشقة اول اول شي طيب شف هو الفكرة بشكل عام انا ما يعني تجاوزت مرحلة انك تحاول تفرض رايك على الجميع يعني هو يبقي تفضيل شخصي انا انا ارا في زلنسكي لاعب افضل ارا في زلنسكي احتياجه للأهلي اشوف ان كثير من مشاكل اهلي بتتحسن مع قدوم زلنسكي طبعا اليوم نابولي لعب رودي غارسيات طلع تكلم بعد المباررة المدير رياضي نابولي تكلم قبل المباررة قال ان سعيدين بالحفاظ على تشكيلة الموسم الماضي اضطررنا لعمل كثير من التضحيات عشان نحافظ على اوسمين على زلنسكي على الوبوتكا على كثير اسماء يعني في نابولي فصعب ونوعا ما قدومه ما زال عندي امل بسيط صراحة ما يتجاوز العشرة خمسة عشر في المية ان السوق ما زال يحمل كثير من فاجآت الاهلي بدأ يعني في الحديث مع خيارات اخرى زي فراتي اليوم مثلا ديبول الله لا يحييه مثلا او هاكان يعني هاكان ما بوقسه عليه صراحة ممكن يكون يعني او ها! تشفيك فجعتني اي من قلتت شكلك ان تحب انت بعد شكامل احدست صوت اللي ها! كلكم سمعتم! صحيح ہیں ياسير بس على على يعني عل .. يعني ما زال عندي امل إن شاء الله انني تعلم يعني بشكله يطلع يعني شين مرة وانا اكثر الفضل وسطran في الحلقة الي لاحت طيب محمد هذا إليك بخصوص العقوبات اللي تصيروا الغرامات المالية للجماهير إذا رمي القوارير أو نزل الملعب هل تشوف أنه مفروض تكون على الجمهور نفسه أو النادي على الشخص نفسه أو النادي إذا في طريقة لا أنا لا أرى أن النادي يتحمل أي شيء تصرف فردي وأكيد بطبيعة الحال المشجع نفسه اللي يتحملها خصوصاً أنه في مباريات تكون كليسيكو أو ديربي يعني في النهاية أنت لا تدري من اللي نازل الملعب يصور مع بنزيمة يصور مع كريستيانو يمكن ما هو من الجمهور الفريقين بالضبط وغير كذا في حالة صارت أمس في ما أدري شو ما يتعاقب الطفل صغير يعني ما تجاوز عمره 16 كفحين 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 بس فعلاً لابد يكون في عقوبات خلاص يا أخي فكوا يعني فتح السور لابد أن يصير فيه خلاص عقوبة بدل ما تحط حاجز أمني ومنظميين كثيرين وفي النهاية يشطف من جنبك ويفك سبرنت ويلا الحك في ملعب وقعد أجلي هي رح تصير في نهاية موضوع فكر طيب يقول لك متى الوقت المناسب أنك تقدر تحكم على أي صفقة من الصفقات اللاعبين إنها جيدة أو سلبية يعني كم المدة المفروض تعطيها لهذا اللاعب على ما تحكم هذا أنت جعفر جاوب أعتقد بتفرق على هل بدأ اللاعب في بداية الموسم المعسكر التحضيري أو لا ولكن أعتقد تحتاج أن تشوفه أقلاً في أربع إلى خمس مباريات رسمية مع الفريق عشان تقدر تحكم على اللاعب موش بس عدل المباريات أعتقد أن الظروف تكون مناسبة ومهيئة لها أو أن يلعب في مركزة يعني تهيئة لها العوامل اللي تساعده يظهر وينجح يعني صعب مثلاً تجيب لعب مثلاً جناح وتلعبه في نص الملعب لأنك مضطر حتى تتخلص تعاقدك الأخير أو شيء زي كذا وفي حالات كثيرة موجودة يعني زي مالكوم الآن جايب على أساس يلعب في الجناح اليمين بس في أوقات كثيرة مالكوم كان جاي على أساس جناح يمين بس شفناه وقت كثيرة يلعب في دور المهاجم الوهمي أو في دور المهاجم مع ذلك يعني لأن جودة مالكوم عالية مرة ما أوقف الموضح هذا سجل هاتريك فيه وظهور لهف الدوري ضد أبها ومع وصول مترو أكيد أنه بتقدر تتاقض فكرة أوضح عن اللاعب زي مالكوم طيب سؤال لأبراهيم بس ما هو موجود عاستريع توقعك لأجال الاتحاد في كأس العالم قالها أبراهيم الحرقة اللي راحت سألته قال لأتوقع أن يكون ثاني للعالم يعني ثاني وانت ايش تتوقعنا ثاني أو ثالث وانت ايش توقعنا آن أخرا أبراهيم قال رأيها خلاص يعني قال رأيها كالتحاد رأيك أنت كمحمد ما أتوقع أنه ما أتوقع يعني بالوضع الحال اللي في الاتحاد وحتى الكلمة ذي بعد نفس الشيء ذكر إبراهيم بالوضع الحالي ما توقع اتحاد بروح بعيد لكن في عشرين يوم ممكن إذا اختلف تعاقدات الاتحاد وصحة الأخبار أنه صلاح جاي ممكن يختلف موضوع الاتحاد في كأس العالم آخر شيء إلا أفضل لاعب سعودي الآن سعودي عبد الحميد أتفك ولا بفكر فيها مرتين ولا ثلاثة الظاهير الأسطوري سعودي عبد الحميد أوكي أنتش تقول بس عبد الحميد يعني حتى ما تكرر تعترض صراحة على قلانا على كل شيء قاعد نشوفه بس بعض الأسئلة تكررت بعض الأسئلة يعني جاوبنا أوردي عليها لأن كان ضمن نقاش الحلقة شكرا للجميع على التفاعل صراحة الكبير جدا في الهاشتاغ وحتى في التعليقات على اليوتيوب وغيرها ودائما هذا يكون الحافظ صراحة لنا الاستمرار والتطوير عملنا أكيد ما في شك وعشان دائما نكون معكم وبنزيد قلنا لكم بنزيد وبإذن الله راح نزيد حلقات خلال الأسبوع اشتراك ولايك وسبسكرايب واعجاب صح معه صح ترى هذا بيفرق معنا كثير فلا تنسونا ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية اللي ما راح تطوي كثير وعد أمان الله